موسيقى ايه ما جبتوا لنفسك يا روحبك انت هو انا بقى هعرفك ازاي ما تردش السلام عليكم موسيقى اهلا يا فاني ايه للحكاية يا حضر الزبط الصوت اتجاي بالاخر الشارع واضح ان الريان دي من نرفزينك على الاخر ايه ترفو يا باشا خدوا مبارا ايه جبار قدام انت هو بدي ملطش فيه ملط! تمام يا فاني تمام يا فاني خد الباني موسيقى يا باشا دي عربة طاجية ورا لازم اتعاقوا معام بشك كده اه ده اه ده اه ده اه ده حضر التنقيم انت متجاوز مش كده ويه علاقة ده بشغلنا يا فن يا ترى خلفت او لا لسه انا مش فهم ساعتك توصه ده ايه انا اصلا قريت قبل كده عن قلقة العنف والتوتر العصبي بالحالة الانجابية للراجل انا متأكد انك لما بتروح بيتك بتتعامل مع اسرتك ومع المدان بتاعتك بنفس العنف اللي بتتعامل بيه انا في الشغل يا فن بساعاتك جهة تدخل في حياتي وده ما ينفعش اسمع منتساكت يا حضرت الزابط واضح انك انت فاهم شغلك بطريقة خطأ تتعامل مع الناس غلطة وانا قبل ما ارفع تقرير عن اداءك المهني بصفتي رئيسك للوزارة حبيت ان انا اقعد معاك واتكلم معاك بصورة ودهية احنا هنا حضرت الزابط ما احناش في قدارة مكافحة المخدرات بنتعامل مع مهربين وبلطاجية احنا هنا في اسمه بوليس بنتعامل مع ناس مدنيين ممكن يكونوا قريبك وقريبة ناس عاديين تسعين في المية منهم بيكونوا مظلومين جايين يستنجدوا بيا وبيك عشان نرجع لهم حقوقهم ما ينفعش بقى ان احنا نقض نلطش فيهم وانزعق لهم عن فاضي والمليان يا فن دون الحبتين انا بعملهم كده عشان انجز والحبتين دولة يدوك الحق انك تلطش في الخلق انا عايز اسألك احنا اي ضابط مننا لما بيتقاعد او بيتصاب بيشتغل ايه؟ اشتغل محامي تمام لاننا في الاساس رجال قانون وانت جواك كده شوية افكار مقتنع بيهم انهم صح وانا بقولك ان ده غلط وهيدرك في بداية مشوارك وانت اللي حتدفع التمن ده انت يا راجل من عصبيتك ما قديت ليش التحية وانا داخل انا اسف يا فن اقعد يا عاصم انا مش بتمنظر عليك ولا عايزك الدرك لكن اللي انت بتعمله ده غلط واخد بالك انت اللي هتدفع التمن جسمك هتصاب بكل الامراض اوعيدك يا فندي من افكر في الكلام ده وانا متأكد انك زابط كفة وانك هتطبق القانون من النهاردة كراجل قانون مش كشرطي متسلط فهمت سعد شوف يا عاصم اسهل حاجة ان احنا نقدر نعز بالناس لغاية ما يعترفوا والاعتراف سيد الادلة زي ما انت عارف لكن الزابط الشاطر هو اللي يقدم المحضر بتاعه للنيابة مستوفي للشروط القانونية انت الشابانسون معي تعال من الشابانسون عشان تهدي اعصابك ونبعت نجيب الناس دي نستجوبها بداوة القانون اللي تشوفوا سعدك يا ليلة سودة يا بنت المجنونة عايزة تخليف ازاي بنتي واحنا في الوضع ده طب اعمليها بس كده وهناتفنك هنا في قلب الشقة خلاص يا راجل يا شاملول اتجوزت الله احنا متنايلين بنعمل ايه؟ ما نعمل لك ايه يا زيزو حموت واخلف ابلي مقطع برضو خلاص روح اتقدام لي اعمل فيك ايه بقى اخنوقك اخنوقك عشان اخلص منك أصغيرة قاتلة موتي موتي عشان اخلص من زلت هقول لك عاجل بزمتك ودينك لو روحتك جوزت واحدة هتلاقي احلى مني هلاقي ايه؟ هتلاقي وحدة نغلشك وتغلص عليك زي لا ما هتلاقي وحدة تدلعك وتغلي مزاجك زي تيدي بقى انت اعمله الصحة وزيادة موتيصك اكحش اينADE ايه؟ ا guerصان ارايحين اين؟ عندي احاجات كتير عايز اعملها لا أستنى عايزك في موضوع مهام عايزة ايه يا ساتي اخد عدي الأحاجات دي لغاية لما أروحكم ببيتاني أحصيروا هاجي ايه بني اكتنين يا بني ايه ده الفلوس دي مسروها ولا ايه يا بيت سبع ولا دبع مالس مني يا معالي مالس منك مالس منك فاني يا حيطة يالا بطي انت قالي ولا انت بتعرفش تتكلم قال لما قانديل يرفعك بالمسدس عشان تخبص علي هو قالك ايه بس يا معالي مين ده اللي قالي يالا نا بتهيقل ان الوقت زيزو اديك قرشين فمش عارفت انت اطلع الطبانجة وافرجها فيك عشان ترتاح يا معالي مورزي على الله بس الله العظيم الله العظيم يا معالي ممكن يخطر في بالي ولا يخطر في بالي اي من ادب في الدنيا الموضوع بطه فيه يالا طلع تجري مخدرات يا ريت يا معالي يا ريت حاولك على كل حاجة يا معالي سيو النبي وحيات ابنك عاصم يا باشا ما تزعل مني في اللي حقوله يا معالي موحيات ربنا ما تقولي انت وقعت قلبي زيزو يا معالي دي الوقتي مع الست سنة مش عقيد جوز يا معالي داخل انت بقى علي بالقرشينات فاكرا انا هاتخط ولا يكش تكوني فاكرا فلوسك دي فلوس يا بيتة ولا انا محتاجهم ماشي يا اخوي ماشي يا عم المستغنى طب ورحمة امي ما هم راجعين يا بيتة انا اصلا شاكلك في الفلوس دي وانت بصراحة ربانا مش عارفة تفاهمين الفلوس دي مسرقى من ابوكي ولا جايباه منين بالزبط ساقولك يا زيزو عشان اخلص منك الفلوس دي اللي سابها لي بهلول قبل ما اخش السجن قولي كده الفلوس اللي سرقوا من بهلول دخل بيهم السجن ماشي اللي ماشي ما بتشتغلش في الفلوس مسرقة يعني حض الله لو النبي ليك بس في الحب الحرام دي حاجة ودي حاجة ولا عايزة حياة تبقى كلها شمال طب هقولك على حاجة خدهم مني قرض وسددوا على مدى الحياة يا زيزو نفسي يكون لي حتة قد كده جواك يا بيت ده انت الحتة كلها لو النبي صحيح او ربنا يا نهاري سويد ده انت الحب والموب والاسد والدم ايوة كده دول معايا بقى وسبني يا زيزو اتدحلب كده لغاية لما عسكر جواك خيرش انت بس اللي ساعات بتقوم معاقر ومعاصلك معايا مين ده اللي يعاقر ويعاصلك؟ لا انا في الحاجات دي بقى متيق طعم يا مرقش للشرف يا ابني الكلب يا ده هارسك ابويا والنبي لأ ارمي المساكس مالواتيش رفسك في ده يا روزي انتوا بتتحكوا عليها انا بتعملوا ايه؟ قالت لك جوزة يا معالي جوزة ازاي وهي متجوزة يا ابني المجنونة ما تكيب الورقة يا بيت؟ ورقة ايه اللي هتجبها؟ انتوا هتجنلوني؟ انطلقتي يا عبا والله العظيم اطلقتي رفعت علي قدية وانطلقت للضرر وطلعني من الزجن اخرصي خالص اسمع بقى يا معالي هتفتجهش ان انا خايف من التبنى اللي في بديتك بنتك مراتي انا ما عملت لش حاجة بلدك لو خلصت علينا مش لستفيد حاجة لو دحتك هتبقى بجلاجن هتنبو الاصل وعندي منهم صور كتير اوي ممكن يغرقوا شارع عبدالعزيز كله بعدين يعني اقولك لو واحدة من دورة هتلبنك للباشة صابت حيتجوذني شارعي يا عبا والله العظيم حيتجوذني شارعي انتوا هتكا رازي رازي عرفت اتوت رازي قدام الكلب ده عرفت تلتقى بلده بلده اطلع بلده سباح يوم باشة واليلومة لها طالب مالك لا طالب 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 من تلاتة ابويا ابويا ما تتكلمي يا سنان وايق من طوله فينهم بسبب ايه مش لما يقوم بالسلامة الاول وبعدين نبقى نسأله قلت صوتك بس يا حميتي قلت له احنا في المستشفى مينفعش نعمل له إذا حق كده ياما بقى نطلع كلنا بره رد علي رد علي ده احنا ملنش حد غيرك احنا ولا نسوه الدكترة قاله ايه قاله سكره علي فجأة ودوله لأدوهي اللازمة وان شاء الله هيبقى كويس يا رب بلغتي جوزك ولا لسه معرش بلغته بس هو في مأموري واسبدوله خبر أبا رد علي يا أبا أبا سبيه بقى في اللي هو فيه مش عايزين مناحة إياك بس ما تكونيش السبب انت ومي ده وقت الكلام ده دلوقتي يا كريمة والنبيه ده بس تعالي معايا سانا أبا الرومي تعالي كده يا زيزو تسيبني كل ده الوحدي أبويا كهو بيموت أوعت عملها فيه وتسيني مش وقتها سنة أنا دفعت مصاري في المستشفى ولو عزت ايه حاجة بعتيلي يلا خليك جنب أبوك أبويا كذي أبويا كهو بيموت أبويا كهو بيموت أبويا كذلك جنب أبوك سيصطون كذلك جنب أبوك أبويا كذلك اللي بينك وبين سنة خلى الحج الشرشاب يقع من طوله ويجي على المستشفى كال المدانة ما يخصكيش وانه جيت اعمل واجبه خلاص لسه بعرفك من عينيك يا زيزو بعرفك لما اتتوها وما تلاقيش حاجة مقنعة تقولها هي اتتوها اللي بتتكلمي عن هديلك نصب كبير قوي فيها لما تروح بيتك بص في مرايتك هناك في شقة عاصم واسألي نفسك ازاي القلب اللي ده طعم الحب ممكن يتأجر مفروش لأول واحد ممكن يدفعه حتى لو كان من غير خلوه لوبناء الوقت ده كان بيعمل ايه هنا؟ جي دفع مصير في المستشفى ابو يا فين دلوقتي؟ ايه ده بس كده بابا كويس هناك مش هنا يا عفو يا بابا يا بابا حمدل على سلامتك يا بابا تعيش يا دنايا ويخلي كل بعض هو بقى الف خير وان شاء الله شوية كده وهيروح معانا ايه؟ 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 اعبا كواب حمدل على سلامتك شدة وتزولي حج حمدل على اسانتك حاج انا بيه؟ شرشاب انا بيه؟ اه انت في المستشفى بس انت كويس ما تقيلاش السشفى السشفى ايه؟ الحمدل يه ربي العلامية يا حاج حمدل على اسانتك حاج أو اللي مش جعان مش عايز تاكله ولا ايه حاجة خليهم روحوا هليجي انت عاد معي انا عاوزك يلا يلا جماعة كله روح ناقع مع الحاج يلا انا هاعد معيك يلا قلت كله يروح يلا يا لبن يلا سلامتك الف سلامة يا ربا زي زوجي المستشفى ودفع الحساب اه شكرا يا حبيبتي ايه ايه يلا يلا روحوا بقى يلا بينا هعمل لك فرخة شمرت واجيلك اول الصبح ميطلع وحاكل هالك بنتي الشاب انا مش جايلي قال بس سبك هنا لبحتك واروح وعد ايه قلتلكوا سيبهوني بقى خلاص خلوا يسترايك يلا يلا يام يلا سيبوا يسترايك يلا يا بنتي يلا ايه بطل عادي ستقول لي ايه طول ما انت بخير هارا بخير قل لي يا حج قل لي يا حج لو حاج دايك في الشارع انا محي من على وش الدنيا اه افني شارع عبدالعزيز زي ما فيه ناس قصرة وكويسين فيه فرام برضو وناس وحشاوي كده بقى يا حجي بقى فيه حد دايك انا لسه شايف الواق عزيز هنا قل لي لو لي داخل باي حاجة ما تخبيش عليها يا حج لا 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 خالص دا حتى طلب مني طلب كده وانا لسه ما ردتش علي طلب ايه يا حج طلب ايه ضغتك ازاي حج؟ ازاي حج العزيز بلا دي في الجرق وتعمل كده يا حج؟ اه اخوة بقى بقى كويس دلوقتي و وبقى مقرش يعني فلوس ايه حج؟ فلوس ايه حج اللي اتغارع العهل واطية دي يا حج؟ انت غلطان انت غلطان لما طلعتش المسدس بتاعك وديته طلقتين في دماغه عشان تفاهمه ما يتجرقش على الناس النظيفة وبعدين يا حج ازاي يتجوز؟ ولا يطلب ايد؟ بنتي متجوزة مقوق ممكن تطلب؟ الله طب لما انت موافق والموضوع جاء على هواك كده يا حج ايه اللي وقعك من طولك؟ لا يا حج وانا اصحك كان جاي عشان يحط كترينة التلفونات عندي بقى فانا بعد مداتهم لجابت قوي وعيني في عينه وهو موضت وشه في الارض كده حسيت بدوخ لول المثل هي هي كانت جاتلي قبل كده مراتين بس ما كنت زي المراتي طب ما تقولي يا حاج انت مدايق لي دلوقتي ما تخبيش عليها يا حاج فيه حاجة اقولي مدايق طعبان يا بي حسيت ان انا كبرته عايز حد يشيل انك هترطمنونا يا حاج وقالونا ان انت بقيت زي الفل شدها شدها وفزول ان شاء الله طول طول بيتنا بصحة وعافلة وعزلة همان همان بصحة وعافلة ربنا خليك لي احاج انا مجرك ولا حاجة تكلمين رجي على ايا ربنا ياخدك عشان اخلص من حارك ممكن افهم ماشيك على حل شعرك وصلك لايه هي امك اتطلقت بسببك وابوكي هو مرمي في المستشفى وكرماتنا كلنا بقى تحت جزمة الكهربائي مستنينه ياختي يرد علينا ويعطف علينا اللي ما حتى رجي يجي بالكذب يقول لابوك انه عايز يتجوزك عشان يبرد ناره حرم عليك حرم عليك منك لله يا بنت بطني منك لله يا سلامة خلاص ياما والنبي عايزة ان يحضب على نفسي شوية جيزة هو اللي عبره عشان ترتاح كنت عملتها من زبان كنت عملتها من ساعة مقافشك مع الكلب ده الكلب اللي ربنا ياخده ما تقفش اكتب ما تعيطش واشي قوليلي رج عليك ما تسكتيش هيتجوزني ياما والله العظيم حيتجوز واكتب اللبه حصيبه اللبه يكتب علي يا 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 سلامة لسا يا بنتي عايشة بالامل لسا نستنيا يجي يتجوزك جوزك ليه؟ ما خلاص ما انت عملت معاه العمايل بتاعة الناس اللبه اتطلقك الناس ولا ذي الحرام عايزة يجي يتجوزك ليه؟ ما خلاص خلاص يا سلامة اقولك روح يا بنتي روحش حتي ولا اقولك اك انا محاكي اعيط له وانطوم له على خضودي عشان يمكن يوافق يكلمني ولا الاحسن من ده كله هتبوك الرجل الكبير الكبارة كبير الحيثة كلها يبوس على ايده وعلى رجله عشان يقبل يسطر بانته عشان يقبل يسطر بانته عشان يقبل يسطر بانته خلاص خلاص محدش اقدر عليك لا انا هقدر عليك وهجيب رعكتك تحت جذبتي واخلص عليك انت عيا بنتي انت عيا فهبي حملت كده ليه؟ ليه يا سلامة؟ معلش يما والنبي معلش خلاص يما عزان خاطر يا بنتي انا لو رحمك ابوكي مش هيرحمك ليه؟ ابوكي اكيد حيقول لي اخوكي الصوت وحيجي اترى بك رصصين واخلص عليك وفي دا حتنا هتبقى بجانب بس بقولك ايه؟ ما تخشش بسدرك اوه احنا لسه بين جس السودة لا 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 انا زعلان منك اوه حاجي شرشان تخش المستشفى وتقعد اسبوع ملجير ما نعرف طب كنت اجابت جنبك يا اخي بعدين والله العظيم ان انا كنت فاكر انك مسافر تجيب ادعم من بره لأ الف سلامة يا اخوة الله يسلم اكيد الحمد الله دا احنا روحنا وارجعنا بالسلامة وربنا يكرمنا بحق جهنبي بقولك ايه الباترينا بتاع تلوات زيزو عملت رجل للشارع خصوصا بعد التكسير اقول الحمد الله الرجل تمشى شوية في الشارع بس انا مش عارف انا نفس اتطمن عليك يا حاج انت عامل ايه كويس الحمد الله شوية طعب وارهاق وبعدين الضغط علي يعني ايه بقى انت بترسم علي ايه مش هنروح الاخن نشد انفاس ولا ايه ولا خلاص انت زلمت النمر وجبت زيت يعني نحضر المساعدين والله يا حزك يا انديل خلاص بقى مفروض الولا للجداد بقى هم اللي يبقوا فهمين ايه اللي هيحصل بقى ونسلمهم الراد احنا عملنا اسم الشارع عبدالعزيز ومصر كلها بقت بتيجي فيه بركة فيهم هم بقى لا 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 ما تقولش كده احنا هنفضل كبار الشارع وبعدين ما تنساش لسه بادري هاوي قدامنا مشاوير مشاورنا يظهر خلصة حاج عندي انا شاف حاج الواد زيزو والفاترينا موجودة عنده ورد لا امان ما جابشه قاعدة هنا ليه زي ما احنا مت فيه عارف الواد زيزو ده يا حاج هو ده بقى العيل الجداد اللي انت بتقول عليه اللي هو بقى يحط في ايده التراب يبقى ده او الله ازيان بكلمك كده يعني الواد ده مرزق بشكل غير عادي يا حاج كل وقت تقولوها ادانا يا حاج طب احاج عن اذنك بقى ليه ما انت قاعد الله كرمك سلام عليكم اه السلام بقولك يا عطيه اعبين احنا اوعى رقبت يا حاج حاج والله العظيم تلاتة انا الود وانت ما كنتش اطوعات في اللي انت يقوله ده حاج بس طب اعمل ايه انت لتلاتة مني يا حاج يعني يتقجر حتة في المحل اللي بتاني انا اول مرة اخوي اسمع الكلام ده الله انا مؤجر هنا عند المعلم انديل فاترينا ايه او مقالكش ولا ايه والله يا اخوي انا عارف الموضوع بس لما كنتش اعرفه ان انت مؤجر قديني قلتلك سر كمان اوه بقولك يا زيزو انت مش عندك محل لك جاي يتقجر عند الناس ليه يا زيزو بس انا وامو اغزان احب الخير يعمع الجميع وبعدين شوف محل صاحبك 8 ساعة بحطة الفاترينا وهو ما بيونيش زباية اسألوا هو سمعك العجب ليه يا اخوي الساحر بقى ولا الحاوي لا سر كله في عفريت العلبة الجديد ايه؟ الموبايل الموبايل المحمول بقولك يا زيزو انا اخوي اللي هي في عفريت العلبة ولا في عفريت الستة انا كفاية علي يا ابني شغلي بس انا غطيه اجري يا عم علام وانا بقولك ادفع جنيه ده انا هاخد منك فاترينا هنا ولا فاترينا الناحياد ولا الناحياد وهدفع ارضية اقول كل شهر هتقفش فلوس وكان الله بالسر عليم يا السلام وتدفع ايجاره عشان كده بس يا زيزو يا سيدي انت وافق بس وردة ورزق ورزقك على الله بقولك يا زيزو عشان لا اجذب عليك ولا تتعدني معاك انا كل اللي هوافقك علي يا زيزو تحط باترينا برا على باب المحل هنا لكن جوا المحل مستحيل ماشي توكلنا على الله والي يا سيدي مؤدم كمان ماشي والله يا زيزو انا بتعجبلك اولا يا عمي ما احنا سايبين العالي السريحة طول النهار رايحة جاي عن رصيلي عمر حد فينا طلب منهم اجابة يا سيدي انت رجل طيب وقلبك قبيض صابعك مزاي بعضيها الله بس انه لو موز يعني لي شرط طلب يعني رجاء تقنورني يا زيزو القبطي لو كررت يعني في اي يوم انك انت تأجر حتى كده من المحل حق انت فيها يعني ما يطلعش برهاي بص يا زيزو كلمة شرف لو فكرت في يوم الايام حد يحط بضعف محل غير بضعت انا مش هيكون حد خير كده كله تمامي اعملنا الاداء وده الواصل الواصل بقى ده اخفز بيه عشان ده الي يثبت ان انت ليك هنا تروس عندنا تمامي باشا ايه ايه تبصلي كده ليه اصل ايه الشكلك ايه فرح يعني كل بفضل ربنا وبفضلك يا زيزو اه ولي بقى عايز ايه عايز حاجة تانية ولا ايه عشان انت كده معطل الناس وانا وقتى مش هيسمح بصراحة شوف يا سيدي انا عايزك تحول لي مبلغ كده من حسابي اللي حساب واحد حبيبي بس كده انت تقومي باشا قول لي اسم حبيبك ده ايه بالكامل وعايز تحول له كام بالزه مئة الف جنيه مئة الف جنيه كامل اكتب عندك وليد عبد الرحيم فضل ايه المئة الف جنيه دول حقك في ورثة بوك اذا كان الورثة كله على بعضه مايجيش نص المبلغ ده وبعدين يا عايزيزو انا حقق منك اخذتهم مليون مرة تعليم ومصاريف ووظيفة فضل ايه تاني بقى فضل كتير وبعدين يا اخي موهنصيبك دخل معانا في شغل ودار وكيبر وعدل مئة الف جنيه وزيادة كامالة ممكن تكتبني صغير ايه اه طب ايه 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 ميزان ميزان ايه مش عايز حاجة انا عايزك تسيب مئة الف جنة في الحساب بتاعي ويتحول الباقي كله على البنك اللي بتعامل معه برده تمام حاضر بس ما قلتليش ليه يعني؟ اللي ما فيش هسايف راكيب بضاعة السوق خلاص عالي في طريق المحمود وانا عايز اقف الحنفية بقى من مصدر طب ما تمشتيها صفقة بنص الفلوس يعني بقلاش الفرس كلها بصلي دي مخاطرة وريسكي مش قليل بصراحة يزيزه ربك هو ستار اتوكر انا عالله بقى واشوفك بعد ما اتخلص سلامي احلى باش محاسب في الدنيا دي كلها قلت ايه يا ملاطفي قلت ايه بس يا عايز مش فيه؟ كمراهام مالاش راحك من الصبح عاملوط فيه خدلي كده حتفاترينة هنا جنبك سوى يارا حط فيها شوية محمود على جنب كده باوض فاترينة على باب المحله وباب رزق جديد بقى تارزق اه انا اقول لك ايه التليفون الجديد ده اللي ناس بتسموه ايه؟ الموباين ايه؟ الموباين الموباين؟ الموباين اه الموباين ده مالو انتشر قوي في شرعب العزيز يعني فيه فاترين كتير والناس مسكاة مالو تمان وغالي قوي كابو الناس جابت فرز كلها من البتاع ده هو غالي بس الغالي تمنه فيه المحمول ده عمو لطفي هيكسر الدنيا بس الهام؟ اه اعني افرد مثلا ان انت موغز يعني ماشي في الشارع وبعربيتك هاتلت بتعمل ايه؟ بالتليفون يجيب الميكانيكي تنجز مثلا ان انت عايز تتطمن على لوبنا وهي مثلا في الشارع هي ايه بقى على التليفون عايز تكلم وعاد حبيبك تنجز ايه مصلحة تقضيها وقتي وقتين؟ اه قلت ايه بقى عشان ننجز انا معاه الفلوس وممكن ادفع لجار دلوقتي اه هسألك سؤال تاني فاضل ليه لما الخناء دارت هنا في شارع عبدالعزيزي تقريبا كل المحلات الكسارت تقريبا يعني مش معنى يعني هنا المكتبة بتاعت دي تفتيك الليه؟ النار ما تحرقش مؤمن يا راجل يا راجل عزيزو تعذر فهمني يعني ان انا المؤمن الوحيد في شارع عبدالعزيزي يا راجل لا لا مش الفكرة عم لطفي المؤمنين كتير ما انت عندك هو الحسيني وعماد وعم علامة كلهم الناس بتراعى ربنا في اكل عيشها علشان كده ربنا بيستر معاه ها انا اجر انا فلوسي جاهز اه هي اللي ارصفر من الحيطان الفاضية بقى اللي هتمين في شارع عبدالعزيز بص يا ابني انا لو كنت عايز اجر ولا بيع كنت بقى من زمان بقى تلدوت ولا لدوت انما انا زي ما تقول ما ليش تقلع على الفلوس يعني اقول عليا ان انا انتيكة دقاءة قديمة اقول اللي انت عايز تقوله وبعد انا مش مش مختنع قوي بحكات المتاع الجديد ده يعني ايه ما عاوز اي حد اكلمه في التليفوني يعني ما شوفوش يعني طب زي ما انا ما حد عايز يعني اتطمنا على حد يروح له حد البيت يخبط على بابه ويتقول له فوش ويشوف عينيه ويقود اسمع صوته ويشربه قهوة وما انا اختصر ده كله وانت بتقول عليا ده مانفعش يا بنا مانفعش انا هعيش هنا موت هنا زي ما انا كده مزحلش مني ماشي ما قلني مش مقتنع يعني بس فقر فقر يا عم الوطفي وانا موجود تحت امرك سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته الظاهر اللي قاعد هيشوف العجب في شارع عبدالعزيز ده هو ده بقى اللي حشيل الليلة دي كلها هنشوف يا زي دانبي لا دوا الدبور ودماغه هتعجبك اوي ولما تجرى بيه صح مش هتعرفه تشتغلي من غير وبعد كده طب هو اسمه اين اللي انت جايبه ده صاحبك اللي انت هتعرفني عنه النهارده معاي يعني سيولة تحل المشكلة بتاعتي زي زو اه لو اقتنع بالموضوع هيجيبلك سيولة ازاي ما انت عايزة انت طبعا عارفة اقناعية بوس يا زي دانبي انا ليه يا ناصرة هشوفه كده وابص علي لو عجبني يبسيب موضوع الاقناع ده علي مسال خير اهلان يا عب العزيز بيه الشياكة دي كلها والله يا بشر خايفة اقولك كنت تنام بيه لحسان تزعل اه ه ه ه ه ه ه ه ه ه قدملك اروان هانا ب Bruno مون سوهر مون سوهر ايه بتفتكر ايه اه لما واق IKEA بشاصلي بشابة بقلب الافلام في دماغي أصلاها عاملة كده زي النجمات الأمريكان جايين مصر كده سياحة وفنادق I like your way مين عجبتني طريقتك الله يصلح حالك عبد العزيز بيه رجل عمال شاي جدا وبيفهم في كل حاجة والحاجات اللي مالوش فيها بيلقاطها كمان كده تلميذك يا باشا وأفضل طول عمر تلميذ صغير في الأكاديمية بتاعتك هو إيه المصلحة بقى مش بقى انت مالك فيه إيه داخل اكتف مونت مفيش نوع نتعرف على بعد شوية نتكلم ندردش بص بقى الهانم عندها ليك مشروع طحفة خرق سياحية تحت الانشهاد اه وطبعا فيه مشكلة في السيولة ما نفاهم بقى ما لو ما فيش مشكلة هتشارك واحد زي ليه ده الهانم لو شاورت كده بصبعها لبهوات البلد كلهم يتمنوا إلا إذا كانت دوري بقى مرشحني ومزكيني جامد شابوبا يعجبني زكاك هو فعلا زي دين بيم رشحك موت وبيقول فيك بصراحة قصاية شا بس أنا عندي تحفز واحد بس عشان تشتغل معي بصي بقى زيزو حشيل عنك كل التحفز ده يا موري الموضوع ده لما هرجع من السفر أنا هريب قد يومين كده بأمر الله او مي جاد على فكرة أنا بحب السفر موت وكل صحابي بيقولون ان انا مسلية جدا في السفر وفرصة نتعرف على بعض انت كمان بتعمل البازنس بتاعك وانا اعمل شوبينج يا خسارة ماليش حظ يسافر معاكي اصلا انا يعني لما اخزم سافر السعيد وعازة بقى ونسوان بتصوت ونظام انتي ملكيش فيه بس يومين كده ولما ارجع بأمر الله بقى تحت الامر والدور يبيه بقى قدر يجبني بتليفون صغير قد كده كده زي النهاردة لما انا ماينفاعش اصلا اها مسئولية طيب اتواكر انا الله دينا كلام مع بعض بعدين بقى ها ماشى ماشى سلام تصدقوا على خير مالسلام ايه فيه ايه اللي حصل وقح معجبنيش بالمرة بصي بقى اهوان بلا احبه بلا اكرهه الرجل ده مع اسيولة وحيحب بيشاركك قوي بس انتي بنراح عليه اهو وقت حريص كده وبيفهم كويس اوي كمان يعني انتي بتدفع انا عشان حبت الحيوان ده وغلطت معاه حبيته حاجة وغلطت حاجة تانية اه الحب ده حق لاي واحدة في الدنيا متجوزة بقى متطلقة لو سنقل يا حق تحب الوقت ده يبقى انتي كمان لك يا حق واي واحدة في الدنيا انت بتحبيني يا عصر؟ انا بقى لازم اسألك السؤال ده لبنا بتحبيني؟ قدرت نسيك حياتك قبل ما نتجوز؟ قدرت اعمل قلبك؟ انت شايف ايه؟ انت شايف ايه؟ سلام عليكم حق انت شايف ايه؟ اعمل قلت مكتب انت شايف؟ انت شايف ايه؟ اعمل قلبك اعمل قلبك ماضي عشان العبد اللي جايلت ورسول الله نيتي خير. قبل اي حاجة تليك امان عندي. والخزنة مليانة عشان لو عايز تضربني من دار اعملها. لو كان القصاص يصلح للكسر. مرش حد غير بابه. وانا جاي اقولك ننسى الماضي ونرجح حبايب بقى زي زمان. معلم انا طالب منك يعني نماغذ يعني تحط البترينة بتاعت المحمول بتاعتي عندك. ويا ريب بقى ما ترفضش المراد. صدق انا كنت فاهم انك جاي عشان تطلب ايدي البنت دي وتنقذ سمعتها اللي ضمتها. هي يا ابوها. هتاريت جاي تتشفى فيها داني. حس تشوف ضحيتك قدامك. وصلت لوقات فيها. يا حاجة والله العظيم انا مكسوف منك. يعني انا النهاردة لو طلبت ايدي بنتك. فحموتها كده اكيد هترفض. ويعني انت مش تايه اخوها بيكرهني قدي ايه وبتعامل معي ازاي. وبعدين انا انا هيخس عليه ايه لو رحت عند المأزون كتبت ورقتين. واخد بالك وبعد كده رحت انطلقها. هنكسى بيه. مش اطلع برا. برا. تبقى لسه زعلان مني ومعجبكش الكلام. ايه مش اطلع برا. اطلع برا قبل ما خلص عليك. ما انت لسه قايل ضرب النار ما بيحلهاش. انت لسه عايز منينا ايه يا عم انت. تبقى انت اللي كنت اعطير مع عطية. يا عم احنا مش عايزين نشوف وشك كده في المحل. ينفع كده. ربنا يهدك يا عم. ينفع كده معنا. ايوه ينفع مش عايزين نشوف وشك يا عم الحق. لا يقرب بيدك عم. يا طيق يهو السفني مش ايهدك. ايه ده انت يا حق. ربنا ايهدك. بسلامة حق. ربنا ايهدك عزيزو. ايه ده ايه عصب ايه. ايه ابتع معايا عصب. انت عم معايا عصب. ايه اللي جارك انا اوه. انا اسمي عبدالعزيز. تعرف انا لو شفتك هنا تاني هعمل فيك ايه. اعملك اعشان تحترمني. أعملك عشان تعملني على أني بني آدم زي زي وأنت بني آدم يا ده أنت برص أنت عارف أنت لو خروف أستخسر فيك الرقصة اللي ضربتها لك قبل كده ودفعت ديتها يا بايع دمك مش وأنا مش هرد عليك وعشان تعرف أن أنا بنقصول فضل اقرأ الورق دي عشان بس تفهم أنك لسه في أيدي أنت وقال سنة فين فقدتها يا بني بعد ملين 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 لا عارف أعملت بي حراب عليك حراب عليك لاب عليك عارف عليك أنا أقزب أنا أجاب عليك أنا أصد يا ما أكت يا عاني تجوزي ما أوقتيش لي من الأول كليا جدارش يا سبزاة التراب لكني انت حطيتنا يا بيتا على عرض الخليطي داس عيرة بالجزمة احتموتها يا بيتاة لا تنسى لغاية الوقت ولو لاي ما كانتش جوزتك ولا هو ما قبلش ورايا شبتي عمل في ايه؟ موسيقى 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 كان لازم تتكلم معيك معاودي موسيقى 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 البضاعة كلها أجل على هنا قدي الورق دين السواف طلعوا برا طلعوا برا للوقت ما حاتش خش علي بين اللي أعمل فيك كده عايز بعد اللي عملت يا حسن فيه لأي عملت فيك ايه مش رح تقلت له وديت لي بورق سناء مش عايز أسمع كلام غابي ولا ايه دول ايه دول دي فلوسك ماينفعش ماينفعش يا حسناء هو إيه ماينفعش ماينفعش أخد منك فلوس ليه بازت خلاص ما بازتش زيزو أنا بحبك بحبك بجد لدرجة مني ما بقيتش شايف حاجة غيرك وماقدرش أبعد عنك ومش هارضة عمل ايه طب ايه دي طيب ايه دي نشحي زهده سناء بعلم زيزو انت غلطت فينا ثلاث مرات أول مرة صحتنا أنا وبكروا منهم وده ما يعصلش أبداً تاني حاجة البوداعة المفروض تتحط في المخازن قلت إنها هتوها المعرض وده برضو ما يعصلش أبداً تالت حاجة قلنا ليه اللي اتنين دول ما يعصلش أبداً عايز الشارع عبدالعزيز كله يفهم إن احنا خلاص نازلين بتقول لنا المحل دا يتمل بضع النهاردة فاهمين؟ محل ايه؟ محل اكل العيش اطلعوا برا اطلعوا برا دي ما بيحصلش أبداً اطلع اطلع برا يا عم دا يا مدهي اطلعوا يا وليد ما عليش صحيتك بادر لا أنا كنت بجيب بضعها اسمع عايزك النهاردة قبل ما تنزل تتصل بشركة الخطوط واه هندفع ونستلم عايز الشارع عبدالعزيز كله النهاردة يتمل بضعها واسأل لي على الأسعار كده عنده أنور وغير أنور اه اللي هشتغل في المحمول بقى غير نزنبه على جنبه هنعمل خصوماته وتخفضاته ونولع الدنيا ماشي سلام عاصم انت انت كنت بتعمل ايه هنا؟ كنت فينا بيت اه كنت فين؟ كنت عند زيزو انت عبادة تبع تفهميش؟ معلش انت عبادة تحسيش يا بيت؟ معلش كنت بتكلمي فيه؟ كنت بتكلمي فيه؟ كنت بتكلمي علش اللي يجي يتجوزني كنت بتكلمي فيه يا سناني؟ وروحت للمحل بتاعه والله يا حيتجوزني بتسعلش مني يا أخويا لأسفا حقك علي انت وابويا انا هارفتني عبادة حاضر حاضر لو عارفت انك نزلت من الزبعة تنتكلمي في حاجة حاضر هيبقى اخر يوم في عمرك حاضر تتير ده اتفاق طيب انا عايز الشغل في المحمول صغف الله العظيم يا رب طيب بص يا رئيس انا اقول لك فكرة قول ما عجبكش نتفهم ماشي قولها معلمة هتفتي اه؟ صلي على النابي قول عسط والسلام على شو السلام انا النهار ده هاديك بضاعة بتحطها فين؟ فين؟ تحطها فين؟ والبضاعة بتحطي فين اللي في المعرض تحطها فين؟ عليك نور بتحطها في المعرض بتاعي اه؟ ماشي؟ بس قولتلك هتفتي؟ يا عم الدين فرصة اقولك بقية العرب طيب نص البضاعة التاني افرشه في اي محل وحلال عليك كله اه؟ ايه رأيك؟ بس خمسة عشرين في المياه كتير يا معلم يا سيدو صبر بس شهر وبعدين نشوف بس البيع بنفسه اسعاري ماشي ماشي هو فيه سمك بيتمسك في المياه ايه بعد سبيانك يا حمله؟ بس انا بقى معلم عايزك تحنن شو يا ابن عمك قال ايه دخل البترينة بتاعاتنا عشان عايزين ناكل عيش عشان ما عملهاش معه وحطه بالقيه وانا كفاءة اعمل كده ومحادش يقدر يعرضني ولا يكلمني خلي بالك ايه 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 لا 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 حلو 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 لا قادر 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 وكسر عينه وزله يا عم خف يا عم مش مساك قودرة يعني ده عشب ماشي مبروك عزيرو ربنا يبريك لك فيها وكفيك شراها انا هكلمه وابقى ابعت البضاعة مع صناعين ومعه الفواتير ماشي بنت راح فين يا مهال ماشي ماشيبتش حاجة لا مش عايز اشرب مانا اشتبت ما انت شربتني الكفاية الله بريك لك طب ما تنسلش في السيولة بقى عشان عايز الم نفسي برضو السيولة وتلم نفسك ماشي 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 يا مبيلاتك يا مبيلاتك اللي في الحضانة يا بنتي الموضوع ما يتخدش كده انت فاهمة قدي يزيزو ده عنيد يبقى رفض رفض ان يجي يصالحني ويصالح اهني بس هو اللي جابه لنفسه هو ايه ده اللي جابه لنفسه حقتله تقتليه ايه يا مجنون انت ايوه حقتله انا قلت العسم كده وبقول هالك حقتله وحقتل نفسي واخلص ممكن بس هتهدي كده لان اللي انت بتقوليه ده مش هيحل المشكلة اما لان اللي يحل المشكلة الصبر او النبي صحيح وتفضلي بقى رايحة جاية على ايه بتصالحيني ممكن تفاهميني عملتي كده ليه؟ وحاطتينا كلنا في الموقف ازدبالة ده ليه؟ كان فين مخك؟ حمارة غبية انا اللي غلطت سبته يلعب بيه طول الشهور اللي فاتت دي بس عايز اسألك سؤال واحد انت شايفة هو ممكن يوافق يتجوزني لو حاطتي في دمارك انه مفيش فايدة حيبقى مفيش فايدة لكن بقى لو صممت تاخدي حقك هيحصل وانا وراي حاجة ده نفاضية ياب نفهم بقى الله يرضى عليه مفتعبش قلبي حاضر حاضر يا عم زيزي قلتلك ميت مرة الزبون انواع زكاوتك بقى انك تفهمه من طلطه عليك من لبسه من شكله من كلامه لغته من الاسئلة اللي بيسألها لك يعني مثلا لو دخلك زبون بيسأل كتير تعرف ان ده زبون متردد وده بقى سهل مش صعب علوتك بقى انك تركب على اوداني يقول كلمتين تدهمله عشرة ان ما طلعتش الكاشات اللي فيجيبه تبهره تغسل مخه والزبون بقى اللي بخش عليك بثقة وقلب جامج ده مش جريء عشرة مش مهم مش مهم تبقى له النهاردة ممكن تبقى له بكرة تشرح له واتطلع له مميزات العدة اللي عندك فهمت 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 يا زيزو والله فهمت سبنا بقى من حسة المبيعات اللي انت عملت الدهالنا من الصبح دي يا ده انا عايز اعمل منك بيع محترف درس اعمل يلا ده زبون ده زبون ده زبون ده عمره ما اشتري حاجة في حياته طب والله ده لو زبون وداخل عليها تروضوا برا المحل لا عنده حق يا سيدي بنمسل بنمسل يلا انت زبون وداخل تشتري تبقى الصفة سب عليكو سلام ورحمة الله وبركاته وانده بعزة عند بتتصبه انا بست كابريت طب ماذا كده زيزو طايم ده محل ايه بحد عكل ايه يبقى ركز ركز شوف احنا بنبيع ايه وخش اشتري طب انا متردد طب يلا اعمل متردد سب عليكو عايفني السلام ورحمة الله وانده بعزة عدت الفود بس مش خد عد عد طيب انت تحب تشتري انا عدة فدول غلط غلط او ده سبون حمار جاهل ما تحطوش قدام جاهله خش في الموضوع على طوله وشرح له انت بديله وبيع له اطلع يا ابني تفرج علي اعم خط خش يا سبون طب عليكم عليكم السلام ورحمة الله بكاته قد بعزة شحدك امورني انت معاك عدة نوعها ايه ده اللي بعيش عدة طب ما اشوف لك عدة حلو كده من عندنا شوف العدة دي اه دي بقى بص وزنها خفيف كيف زي ما بيقولوا ايه ده وسأراح ناين وليك انت اعمل لك خصم عشان اجيب رجلك يعني او اشوف من عالت الفود انت بتعمل ايه هنا اه 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 ايه يا باشا قاليك معايا ثانية اه اه ايه مصد اه مشو تلك زاكر اه مشو تلك زاكر اه روح زاكر لا لا ماخزة باشا ازاي معاليك اه النهاردة لا 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 انا ما داشت اخر عنك باشا تلت ساعة بامر الله وهكون عندك ماشي لا فاط 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 بس انت كبستاه حتديك كابسة يا عزيزو مش فاهم يا باشا يعني السيد تقولك اسافر معاك تقولها رايح عزي مظريش تاخدها معاك ليه طعيب رايب باشا وانا تلمز دي خبرة وجاءت استقطعني وبعدين الشوبينج بتاعها دا يتكلفل اكتر من 10 تلاف دولار وانا يا باشا زي ما انت عارف بلم القرش على القرش وبحرم نفسي باللقمة بس ست دي جامدة ايو يا زيزو جامدة على نفسها زيزو خلي بالك ست دي يا امرأة بهمني جدا وبعدين شكلك مش عارف كانت متجاوزة مينة اصلا كانت متجاوزة مينة باشا دي كانت مرأة كمال الدين طبعا الاسم دا عاد عليك من ورايب وزير التربية والتعليم ايوه ام الراجل طول النهار يا عيني عمال يطلع وابناء الطلبة دا طلعت بفضيحة باشا في الاخر احنا ملنا لا يا ملنا دا ايه دا مش بقادي يكون حال القرية بتاعها دا ما وقف بسببه وارد بس احنا هنسلك الموضوع برضو وبعدين انا مش هسيبك بص يا باشا انت قرب لي منها مليون مرة ومصلحتك في قراص وعلى رقابتي بس انا عايزك بقى تجيب معايا من الاخر وتفهمني انظامها بص بقى انا هشرح لك الانتخابات اللي جاية هتبقى معركة كبيرة جدا داخل فيها اللي لي واللي ملهوش فيها يعني في ناس كتيرة جدا عملينا سبوبة كده عشان يدخلوا يطرادوا وبعد كده ينسحبوا دا غير بقى مصاريف الحملة زي ما انت عارف والتسليكات اللي في الحزب يعني مش معقولة هعرف اخش الانتخابات وانا مشارك في قرية سياحية كمان الله يعني ساعاتك محتاج تكمل لون اللي حطتهم في السياح مع روان عشان انتخابات تمام كده والقارية حتيسلك انا برضه كنت متأكد انك مشبعت الميزك ابيعك ليه يا زيزو وبعدين مشروع القارية السياحية دا مشروع مضمون وانت شايف اوه السياحية بتادي تشد حلقة طب لما مشروع مضمون وستة روان دي جامد قوي كده عدق دي عليه ما تسليك يا نفسها لا الكلام دا بقى في التفاصيل هي تقولولك بس خلي بالك دي يافشة منك من اخر مرة هه بص انت خد ودي معك في كلام عشان بس نفهم الموضوع في الاول اتصل لحد المعد اتصل موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 ايه يا عازم شارع عبدالعزيز انا عايزك تاكلي عشان تكبري وبعدين يعني يا اختي هي الاكل لما يفيد احسن ما يكفليش ولا ايه طعا يلا فاسفاري نفسك بقى بالفسفور الحلو ده طبعا ما اكله فاسفور بس انت يا هادي مش محتاج فاسفور منور على طول كلهم بيقولوا عليك كده برضه لا سلام ماين عليك شا يموت اه اعملي حسابك بقى قول من خلص قاك تتلمي حتك عشان اتواكل عالله واتس مينجوز زيو انت مش قلت ان احنا نوض هنا اسبوع غيرت رأي كلامك عن القرية بتاعتك قفلني زهقني من السياحة من بابه زيزو احنا مش بنهزر ورا مش بهزر والله بس ما تقليش الموضوع احطه في دماغي والله احطه في دماغك مش كده مم صاني جايباك وعد استشيرك عشان تقولي الموضوع في دماغي لا ما انا فهم انت جايبان هنا ليه ليه بان عشان تحوري عليها شوية واتدلعيني شويتاني اقوم انا بقى اريل عليكو يا كوعة على طول مش كده ماشي يا زيزو انا دخل اغير عشان نمشي طيب ما تغيري انا والله خفة انا وربنا بعظك وربنا بعظك وربنا بعظك اذا كان جوزك اللي هو كان وزير سابق ما عارفش يعمل حاجة انا هعمل حاجة هو ما عملش حاجة عشان انا اصلا ما طلبتش منه يعمل حاجة ولو طلبت منه الراجل اللي ما يتسماش ده اللي ما بتقوليش اسمه مش هيرجع الفلوس وانها بالعام ما بيهزرش دو بقى ايه بقى بس انا اصلا ما طلبتش منه فلوس زيزو انا عايزة قرية دي تاكمن وتشتغل عشان يبني عليها امال كتير طب انا اسألك سؤال وتجاوبيني عليه بما يرضي الله اسأل ما فيش حد من الحرمية اللي حواليك عرض يشتري يعني ايه يكيش يعني يكيش والوضع كما هو عليه بتاع القارية لا فيه واحد بس كان عايزة يدفع ايوا عايزة يدفع كان بقى نص اللي صرفته تقريبا يعني انا ممكن اخد كلامك ده ثقة اكيد بتسأل ليه شوف يا بنت الناس القارية دي مش هتكمل دلوقت انهائي يبقى احنا نعمل ايه نلعبها خرصة مع وعد مني ان انا اشتري طبعا ليه دا شوية لحد ما ملف القضاية تحفظ في درج النقب العام والرأي العام كمان ينسى المحافظة اللي تشال والدربكة دي كلها ايه يا السلاف استنى كل ده زيزو انت اكيد بتهزر انا عندي قروط سجن يبني لو كان عندك حل تاني عمليه السلام عليكم الحمدلله اسلام يا زيزو الله اسلام عليكم اخدك ده ليه يا ابن والله وبعدين التلافون المحمول بتاعك ده ما بيردش ليه يا ام انا كنت بحتة ما فهاش شبكة بقى ملها اشجال مالك جدي فضل المال لا اله الا الله لا يا الحمد الراجل طيب بس جديد طب انتو عرفتو ازاي عمتك اتصرت بخوك وبلك تباية في حياتك يا طب انت بطاعة انت كمال ايه؟ مش دانو طارد ابوها زمانو حبس انفسك هنا اصددفر ما يطلعش من اللحلة وبعدين الواحد ما غير ناسه و اهله يبقى ازين ما ايه عنك حقا؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ لما نروح نعزي الآن ده واجب بعدين الناس دي بردا تفضلهم علينا وقفين جنبنا وجدعاني ربنا خليك ليه يا ابن يارب ايه تصلى على النبي كده عشان لف بطنك حتى بس انت في موضوع العياد ده بتتوصي ما بتصدقي بس بس بايك المبسوط عشان باي هتشوف امك بس يا حبيبتي بس بس ايو يا عمتي انا عبدالعزيز انا عبدالعزيز يا عمتي ايدي الشبكة ايو يا عمتي بقى في حياتك طورت الامر لك يا عمتي بقى صلي على النبي انتو دفنتو لا اله الا الله انا كنت مسافر والله ولسه جاي الحالي لا جايين طبعا الله جايين على طول جايين بقولك اجيب امي معايا ولا في مشاكل ربنا نخليك الله يباركنا ماشي عمتي منها ما عادينا هوم يا عياطب عادينا مهريين من الصبح عامنين كده محزانة اينا على الده بأمر الله ماشي صلى على النبي بقى لا اله الا الله ماشي عمتي ماشي هستي الطريه ان شاء الله يلا امو بهذه بقى عشان قطر نخلص نور عن يوص ماشي لا اله الا الله طب لما الراجل رأى التعبان كده يا عمي مش تكلموني برضه لانا كان نفس احب على ايضا بما يموت اللهي ما طاول يا عم عزيز يوم بليلة اراح الله يرحمك يا بفضل اهو راجد في حضنه ولده عبد الرحيم اللي قطعه سنين وكان محرم دفنته هنا ربنا يا رحم الجميع انا منساش جدي فضل لما حكم تجيبه المأزون قبل ما يدفن ابوها جدك كان قلبه جاسي لكن حجاني اللي عيش بشغل شغلان تدي وما يكونش قلبه حجر عيتك الواطلة والدخول شغلانة اي عمي؟ العيش هاني كلها عايز ابو قلبه واعر لك ليعرف يعيش المهم جدك قبل ما يموت بساعة جسم الورس واحنا ردينا باللي قاله والجرشنات جاهزة تاخدها معاك وزا حبيت تبيع حجك في الطين والنخيل بنشتروا منك الجرشنات يا عمي وطن ايه؟ واحنا في بنا وبنبعد الكلام ده برضو لساك ما عايش تاخد جرشنات تدخيلها في تجارتك يا عمي ما انترى اتخل ربنا كتير بس الجرشنات اللي هنه يامة واحنا ما نعرفوش نعملوا بقى حاجة وخصوصا بعد ما جدك مراح وانت عنديك تجارة تحب السيولة سيبوه براحته ونجوله حجه وزا حتوكو نتيبة حبيت تدي اشجان حجها في حياتها يبا ياخدوا معاها فهم الولد بالراحة عشان يرتاح دلوقت نشر بالشاي ونقول كل حاجة على بلاطة انا برضو انا برضو حب كل حاجة تبقى على بلاطة عيوه بس خلي بالك دي مش زي اي حاجة ادعيلها ادعيلها يا حاجة ادعيلها يا ربنا يجب الله على خير ان شاء الله ويحقق حلمي يا رب ويحقق حلمي نفسي نفسي كده ربنا يكرمي بعبد الرحيم الصغير ايوه بس كيف يعني متستغربيش والله شايفاه في المناه وانا واقفة قدام الكعبة وهو على حاجة كده بيدحك تقوليش بدر منور عملتونها عملية اياك لا عملية ولا حاجة العمل عمل ربنا وربك لما يريدي حاجة ونعمة بالله يبقى جوزك لو ولاني هو اللي ما كانش ولولاني ولا حديث ملوش عازة يا اما كنا حبلة وخلاص زي مرابنا اراد الحمد والله ونعمة بالله يا بتي بس انت كبيرة على الحبل والولادة يوه مفيش حاجة كبيرة على ربنا يا حاجة ما بقولك ربك لما يريد يسمع من بوجك ربنا بوليلي بتي مليحة معاكي بتسمع الكلام ولا لا يا سلام اشجان طيبة وبنت حلال وشايلانة فوق رصحة ربنا يكرمنا بيها اسأليها هي لا تكون حد مؤثر معاه ولا حاجة وابسوطة ما عمرت خالك ملك يوما لما جدي فضل تجاوزني عبدالعزيز بالقوة كانه رماني في الجنة ما جيتش من ساعتها غير النهاردة قصيلة يا عشجان وبنت وقصول ربنا تجملك بعقلك جدا وما عصبيش الجنة وتاجي توقع دي مع عمك سبوة ولا تنين سألي جوزي زي ما يقول يقول لا اللي تقول عليه الحاجة راتيبة يمشى عالكل وانتي حيبلي في شهرك الكام تالت قول يا رب يا رب يا رب يا بتي يا رب يا أنا عرق ديارب حطيني الفوز دي كلها ببطن الكلبة ومش خايفين ومين اللي يستجر يجرب من الدار يا عزيز الولدة ما عرفش من دياربي يا وقتاني ما عارف دلت صرفتوني ورفعت الوصف الشارع لو حد دايدك تاني قول وملكش صار ياها هي أشجال ما جلت لكش حاجة لا قالت قالت كل خير بس يعني هي ما جبتش تريد فلوس ولا شغل دولة ملايين والكلبتين اللي بدانك دول كمان وانتوا نويين تدوني اني كنا ببقى بالصلاة عالنبي والله يبدينا نعطيك التلات كنابات ولا شايل احنا ببنا نعصروش في الحديد دي هو لموظة يعني جدي كان بيشتغل في ايه بقى جدك فضل كان ليه في كل حاجة ولما قلنا لك خد الجرشنات ما كناش عن جملوك ولا نستجدعوا معاك والنهاردة انت اللي هتوجه في جنب ناسك وانا رقبت سدادة بوك الوحيد اللي تعلم فينا عشانك ده كان نافر من شغلنا وهو ده اللي كان مزعل جدك فضل منه كان عاوز يقدم كفنه بيده لناس بيزحمونا في تجارتنا اللي هي ايه بقى اي حاجة تاجي على بالك تجيب فلوش جمت جلبك يا ولدخوش لسه مجاش وقت الخوف وانا قلبي جامد وزير حديث انت مش عتقول انك مشغل اخوك ببنك خلاص اتشطر ودخلهم بس تسألوا الاول قبل ما تعمل اي حاجة بصراحة ربنا يا عم المبلغ كبير ويحتاج يعني ياخد وقت قبل ما ينزل السوق واحنا وياه مش بتقول ان حداك اوراج السراد وتصدير عندي دي سك مليحة جوي بس حرس يا ولدخوي في ناس حوالينا ودوا فلوسهم بنوق الحكومة ما طلعوش منها لحد الوقت مفهوم مفهوم وانا بقى بالصالة عالنبي كده نسيبي الواحد ويطلع كامل حوالي نص مليون اخضر ده غير الطين والنخل والمواشي هتبيع ولا تسيبهم ونجيب ليك ريح هون لا يا عمي خليهم كده براحهم اتجيبوا واحد برضو عاجل عاجل يا ولدخوي وشار ناسك اللي بتعملو معايا يا عمي واللي عملتو اشجان يخلينا اشتري الطراب اللي بتمشو عليه احنا مبنبقوش لحمنا يا ولدخوي جوم جوم نام وربنا يسويها مع طلوع المهار اه ربنا هيسويها وتفرج وتبقى عالي لعال بأمر الله انشاء الله اشتركوا في القناة 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 الموضوع ده جامد اروان اروان بقى تلحق يا με تلحقهاش ليه يا باشا خير مالها روح زورها يا زيزو حكلمها وزورها بس تعرف بس مالها يا باشا ماء هي مش هتعرف ترد عليك بس انا هتلعلك تصريح عشان تروح تزورها تصريح دعال يا رو دمكروا بس يا عم ايه اللي حصل؟ انا عندي مديونيات كتير وانت تنضيشت وعا تتقولي استاني شوية استاني شوية وانت مش عايب بتلمع علي اصحاب المديونيات والبنوك بتخدوا علي حكم مش بقولك شوية حرامية كم طيبة طلعت من هنا؟ ايه ده؟ انت نوي تبقشش علي ولا تعمل نمر الجدعانة؟ ما شاء الله لغتك تحسنت قوي من القاعدة في السجن ابقشش عليك وديك على قفاك كمان مهم تخرجي انا مش عايز تشوف منظرك كده انت حبيتني ولا ايه؟ وانا حمار عشان حد واحدة رد سجون زايد رد سجون ايه؟ على فكرة زنزانة بتاعتي بعد مخرجة تبقى مزار سياحي وتفضل بقى امشي من هنا كفاية فرج عليها لغاية كده يا بيت تقولي كام الله؟ بس خليك احنينة قولي لحد الادنى مش انت تروح تتدبسي وانا عد ما انا يا زيزو مش عايزة وردتك معاي كفاية وردتك معاي في القارة يا ست انا بقى بسطات في الماء العكر انا مش جاي انقذك ولا حاجة مش انت لسه شركتي؟ خلاص هتفعلك الفلوس ونفض الشراكة هو انت عارف اصلا تتصرف في نصيبك اللي انت اشتريته عشان تحط عليه نصيب انا كمان يعني امشي انت حر سلام استنى اتنين مليون ونص كم؟ اتنين مليون ونص وانا دفعت وبأمر اللي لما تخرجي ورجليك تشيلك انا تحت امرك يا سلام ده قلم النصيب بكتير طبعا يا ست ما القارة كلها تحت امرك ابقى شرفين انت والحاج اعملوا عندنا ديوز اي نعم انت انتهازي وتستغل معاقف بس احبك يموت مش يا صحبي احسن اه ملحق ابقى عتيلي واحد بتتسقي فيه معتا وكين منك يمضي مكانك ويقفش الفلوس بس يجي وردها هنا سلام يا سوادق ما تقولي بس ايه لي بدايقك الوقت جالك يمكن ست مرات وانت برضو رافق والشارع كله ركب فترين محمود إيه اللي انا همدين إيه اللي انا وللوقت ده بالذات برضو لا طب إيه اللي مزعلك مخب علي ايه قولي لو كان الراجل بصحيح كان عارف ان فيه كبير لازم يعتزل منه وتحقله لكن للأسف هيفضل عيل وهيصغرني معاه يا معالي مفهم بقى العيالدي زمن جلس زمان نحن خالص ولا انت انسيت زمان كان اللي ابي بالنبو كده نسحله ونسحل ابوه وكل عيلته واللغارة كلهم لكن العيالدي لقى العيالدي حاسة ان هي عملت نفسها وملهاش كبير زرع شتواني ارغم انهما خارجين من داحت ترسنة لكن انسى مش كده بلك يا حج احنا منقوحش بقى بنمشي مع البوجة بص المعرض عمد ازاي بزمان في كده منظر صدقني صدقني لازم نجيب فترينة محمول نحطها مش هيحصل يا انديل طب لو اخذ حج يعني وانا عارف ان انت ما بترفضليش طلب يعني حاجة لي بقى انا انا عايز اجيب فترينة محمول احطها عندك في المعرض انت بتدحك علي يا انديل مش هتاخد البضاعة اللي انت واخدها منه تحطها عندي روح قولي الواطي لبلاش الواطي مين يا حج يعني هيكون من غير روح قوله روح لعمك الشرشابي اعتذر له ويطلب منه السمان ماشي عايز تشغلني مرسال بينك وبينه ماشي عشان انت حبيبي بس عطيها يبعد عليها في المعرض لا يا حج عطيها مش هيعد عليك في المعرض يا انديل واربوك سبني متسرب زي ما احنا عايزين ماشي حج ماشي ماشي مع السلامة من غير مواغزة كده يا حجة ما عايزة اعرف بس حضرتك مش موافق ليه ان احنا نشتغل في المحمود ده الشارع كله يا حج سبيل اجهزة كهربائية ونقل على المحمود دهوجة وهجبت على الشارع حلو يا عطيها روح لانديل ولا بزيزو الشغل معاهم هنا لا لا يا حجة ما مقصدش الكغمزة انا بس بتكلم في المصلحة يعني صحا صحا روح انت عطيه ماشي يا حجة ماشي يا حجة ماشي يا حجة اعيني يا سنها أعيزك كامل سنها مش عايزة فلوس يا ابا أعيزة رداك لو كان يهمك ردايا ما كنتش عملت اللي عملت سيبك مني أنا أمي فوق عيانا ما بتخفش عيانا من يوم ما طلق ضعب ده بطلع بص علي دي مستنيك من يوم ما شهور العدة خلصت عشان خطر يوم مش لما نكتب عليك أنت الأول يبقى بقولك أمي عيانا لو كان ينفع كنت تبرد منه لكن هعمل إيه دي لحم لحم وقاعدين على كتاب لحم وصابة وخطر هعمل إيه تبرد منه ما ينفعه حربنا يريحني منكم ولا يريحكم مني عشان أخلص شوف تخوك الفلح بقيت لإيه صور صوره مع الهانم ما لما بقيت لنا فلوس نسدد الدين اللي علينا تلاقيها يا هالة هيئة اللي بعتها عشان تقول لنا يعني إن إحنا كنا غلطانين لما رفضنا الجواز يا بنت كانينه في تليفون لو بعطيه له حتى الهوان ولولو يبعتنا الفلوس حتى لو بالقصت حاضر يا باب أنا هكلمه بس أنا بقى يعني جايلك النهاردة عشان أقولك خبر هيفرحك أول أنا فيه خبر واحد بس اللي عايز اسمعه هو ده اللي يطمن عليك نفس اسمعه ما هو ده الخبر اللي أنا جاي أقولهو لك ايه ده؟ حصل؟ حصل يا باب وأنا لسه جاي من عنده الدكتور وقالي ده عدت الشرشابة حتى الجنن وقالك ايه هو جوزك كان معاك؟ لا ما كانتش معيه أنا هطلع لبيت دلوقتي يستنيه عشان أقوله ربنا سانيك يا بنتي ادعيلي بقى يا بابا فاضلي تسعة دوشهر ما تبطلش فيهم دعا حاضر بسانيه والله يطول عمر بدعيلك يا ابنة والله العظيم بدعيلك إن شاء الله هتجيبي لحد دلوقتي في الصباية ولا لا يوه أو تجيبي الشرشابة لحسن تزعل بيننا ربنا هيكرمك إن شاء الله يا بنتي إن شاء الله يوه يطلع مع السلامة مع السلامة يا حبيبتي مع السلامة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جالت التليفونات بخطوطها يلا يا سيدي القدر من دي على وصل عمالة وبصول عمضة على ايه؟ اكتر وقتها دي بقى لا يا عمّ احنا مش لازم يعني ناخد وصل عمالة منك دروس اللي احنا سلمناها لك ولا ايه بركة؟ بقى دلنا صحة والحلاوة دي بسم الله ما شاء الله تغيرنا كده وتنطعنا وبهنا فلّة انت مش بتستلم وصل الامانة بتاعك بتاع البيضاء اللي انت سلمتك امانها؟ اه صحيح اه بس موضوع وصل الامانة والشيك والبصمة دي حاجة كده مش حاجة مش حلوة يعني انا حاس ان انا وقف في اسم يعني بتلاش عميال بعدين الحارة دي مش هيك مش هيك بسم الله ما شاء الله ما احنا اختلفنا خلاص بقى لازم يا باشا لازم دي لازم تتواجد السكة ما بين الزبون والبياع وبقى انت مرتبتش كده يا عميال ايه اللي حصلنا؟ قلتوا اللي غيرتونا بقى بقى بعدين بتاع بقى الراجل اللي عاملنا مستعد نقول منها ايه؟ بقى لكم يا المساعدة بقى لاني هنا ديه وجهلة شامعالي امر ابركة جيبت الخطوط؟ جبت الخطوط ووردت ثمن القديم بس انا عايز بقى اطلب منك طلب عايزين نقاية كل حاجة في الدفاتر اول باول عشان نسلم حساباتنا مظبوطة للمحاسب القانوني ونخلص خلص من حوال الدرايب ده خد 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 هنا تعالي وتقال لي معادك ان اروح او في المحل الجديد يالله يالله تكي على الله خد ياك تعالي تاكل على الله انت لسه حتقل تكي على الله انت بتقلشني ليه باش سواجد بتكلم معايا يا عم ايش وقت وعندنا شغل مواننا غير شغل وخلص بس خلص يا عم وليد ما تعملني حلو يا عم ده احنا وقلين عيشوا مع بعض يا حاضر المحل الجديد اللي هنجا ده شايفو اه احنا فتحنا محل جديد تخيل؟ روح قصيبة يالله 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 تاكل على الله تاكل ماشي باقولك ايه عايزين نعمل رفرش للإيميل مشوف الناس دي بعتت الإيميل ولا لان كده تخرجها تلطيان اكتفت بقى شوفت بقى ان انا كلمعيا حق لما قلتلكوا ان الناس القديمة سلكين عن الناس دول ومحتلمين في موعادهم ايوة بس كده سعرهم احسن بقولك ايه احنا عايزين نسخة ويندوز شرعية لان بتوع المصنفات جمهو كان عاملين مشكلة يقول انا كلمت مكتب زيدان الدوري كانوا دلوقتي اخدوا الكمبيوتر بالشغل اللي عادي ما تقلعش هشوف انا عمي وضوع ده قولي بس احنا عندين هنا بضعات كافة كامية يوم ثلاثيان اصلا اخوك يا سيدي بقى بياخد نص البضاعي بيعها نص جملة للست اسمها روان دي انا اتكلمته على فكرة وقالي ان هو جاي اللي لا دي بس انت برضو مقولت ليش يعني ايه رأيك في الشغل يا زيزو اللي داخل فيه بتاع السياحة والجو اللي هو عايش فيه انا بيني وبينك كده مش مستريح حاسس انها مش نظيفة لا بس كان شكلها نظيف والله ايا انا انا مش بتكلم على روان انا بتكلم على المصلحة المصلحة دي شكلها اشمال والله انا اتكلمت مع اخوك وقعت له وجهة نظر يمرديش يسمعني اخوك اتغير بشكل واضح وبعدين بقى بيعتبر سببت المحمول دي على الهامش بني وبينك يا اياد انا خاف على زيزو اوي الناس اللي هو شغال معاهم دول اللي يخش جواهم بيشروع على كفوف الراحة بس طول ما هو قادر يشيل لكن اول ما بيقع محدش هيسمي عليه خلاص وهو مجلس الشعب بقى بيعتبر دلاتي سمام امان عشان يمرروا القوانين اللي هم عايزينها خليهم يغرقوا البلد بني وبينك يا اياد انا ما بيتش حب افكر فالقوضعة دي لاني لما بفكر بتخنق قوي وبخاف عالبلد قوي لا بقولك ايه خاف على شغلنا القوي روح عالبترين لم القرشين اللي باعوا بيهم عايزين نخلص اللي ورانا ده انت كده بقى نويت شغاني عندك سكرتيرا طب اراك بقى نسيادتك من النهارده المدير المالي والادار والتنفيذي للقارية المتوضعة دي يا سلام شوفيلك بقى ايه سويت يعجبك بقى مقر اقامة دايما زيزو ما تعصبنيش انا مليش اصلا في المنفذة شوف لك حد غير يا اخي لو احنا بنهزر يا الله وبعدين انا مصقش في حد غيرك يا روان يدور القارية دي يا ريس من يارا في دورك الروان يعتبر وضع مؤقت خلاص بقى يا روان هينم باشا حلف خلاص ايه بس يا زدنبي يا ست كلها اسبوع ونروحنا قبل سيادة المحافظ نخلص الموضوع احنا بدأنا معاه او بالمناسبة يا زيزو انا عايز تاخد بالك كويس جدا من الراجل ده الراجل ده وعدين وحايسلك لنا شوية راضي حلوين ممكن يدينا حطه على البحر اه يعني لازم تاخد بالك كويس جدا فتجمع بقى اكتر عدد من السيولة ممكنة في الفترة اوسيرة جدا دي عشان لما الجرارة تبتدي لما انت جاهز والله يا باشا الراجل ده مخلص اه كل الوطن يا زيزو باشا اللي ملحق موضوع الحزب الوطن اللي حضرتك انا عايزنا بقى عضو امانتو ايه النظام ده ما انت فاكني بأهزر الكرنيب يجهز دجاه يا زيزو الكرنيب يجهز دجاه؟ اه بيخلصوه يعني يعني ايه باشا بيجهز دجاه يعني الكرنيب يجهز يا زيزو ما انت كل شوية بص عيبك انك فاجر كل حاجة بتيجي بالصوصة وبعوثني انه يعني لا طبعا ما وزدان بيه ايده في كل حاجة طيب شوف لي نابع عربية توصني المطار مرسي يا عواني وانا هينم تسابتاجر بس طولتك ما عليك قدمر الشاف سنباشر طيب يا زيزو استنى هنا انا عايزيك انا من سكرتيرة اهلك عشان طورتني الورطة داية انا هاكلها بمزاجي لمدة اسبوع واحد بس يا بيت تفهم يا حاني بقى شركة في كل حاجة وانا عزك تركزي بقى عشان لما تدوري المصلحة تعوضي على قل مصرفنا لا يا حبيبي انا مليش دعوة وخالص بالمكاسب بتاعتك ولا خسيرك انت ليك اسبوع عندي تجيلي ومعاك المأزون ليه؟ ليه عشان نتجاوز نتجاوز مين؟ تتجاوزني اه احنا كده كواسين يا روان كده مية مية زي الفل اه من الحق عايزك تبقي جديدة شوية مع العمال هنا لحسان يأكلوك باي باي على تليفون ماشي يا زيزو هشوف اخرتها معك موت الصلاة الحمد لله اسلام الله اسلمي د simplicity كده� يا بئ Clem انت يشد كي مي pues مي شاين فاكافة ما انتهى تعالوا انا عايز عالحق اه الشغل عايز عالحق انا مشوا هيا. ما انت لسه جاية من الشغل هتنزل تاني? انت عارفة موعدنا مش جديدة يعني تريفوني جدني وتريفوني ودينا. ايوة بس انا مش هقدر اقول لك المفاجأة وانت مكشر كده. اتفضل لي. في ايه? الخبر اللي نفسك تسمعه من زمان. لا. خمن كده? ايه اكتر حاجة نفسك اقولها لك من اول ما تجوزها. تكشفتي? انا حامل. حامل? ايوة مالك تخضيت كده ليه? حامل يعني تلازم تجهز نفسك بقى ان هيبقى فيه زن كتير في البيت وهيبقى فيه دوشة وهيبقى فيه كل ربع ساعة غيار ها? يعني مفعش التكشيرة دي تفضل موجودة على طول. ايه عزم? مالك? شكلك يعني مش مبسوط. لا لا ايه? انت عامل كده ليه? بقى. تمام. انا تمام. يعني لابتة سامت ولا فرحت ولا حسيت حتى ان انت يعني مش عارفة. وانا عاملة بقى في نفسي العميل ولابسة وعملالك مفاجأة يعني ورحت مديني الوش الغريب ده. اللي ابنة مبروك يا حبيبتي ألفه مبروك. الله يبارك فيكي. تعالي بقى شوف ابنك اللي قاعدلي مبوز فوق ده. مبوز ده احلى خبر يسمعه رجل متجوز في حياته. تلاقي بيتدل عليك. شوفتي اهم تنح كده من اول ما قلتله. كلهم بيتنحوا كده لما بيسمعوا الخبر ده. مال هتعمل ايه لما يشرف يا ابو العيال ويديك بالشلوت وياخد حضنهم وحبيبها. شوفي بقى يا ست الستات. انا كلمتلكم مفتوح علشان تيجي تقعد معك هنا ابتداء النم بكرة. مين هو مفتوح دي? دي اللي هتعمل كل شغل البيت وانت بقى تعادي قدام التلفزيون تاكلي وتشرابي لحد ما تقومي بالسلامة. مش للدرجات دي يعني الحركة بارك. يا عمى ما تروق بقى وقل لي مراتك مبروك. ما كنتش عايزه? كلمني ما كنتش عايزه? انا امو منام. سيبك منه. هات انتي بس نص دستة وسيبيهم عندي يا ربيهم. انا انا عايزك من هنا ورايح تعرفي ان انتي بتاكلي النفرين. يعني لازم تتغزي كويس. تشيلي حاجة تقيلة? لا. تتشعبتي ولا طاعي ولا تقومي تجيبي حاجة عالية برضو لا. وعايزك يا حبيبتي بقى حكاية الشغل دي تنسيها خالص لحد ما تولدي وتقومي بالسلامة. اتفقنا امو عمر? حلو اسم عمر. مال ده اسمي جده عمر عاصم عمر الشرشابي. انت حمين ايه يا دتي يا عشقائي؟ مش حاجة ما تخيج الهدمتين بسلتهم وهنشرهم عشان ينشفوا الحب الصبح. انشالله عنهم ما تنشروا ولا تغسلوا من القاصل. انت بنت مش خايفة ده انت على هاخل بالقرن يطوش. قرنية يطوش يا مردخال. لا مش خاطر. هاتي هاتي بس هاتي هم شرعه ملع وخش ناني بتودي دهره كده. دهاش يلا بجي زي الفطير هذا من نوم هاتي هاتي هاتخالي وشوفي مين اللي عباب يلا. ويفتحها ليكي. عافية مغرفيس. حمد الله على سلامتك يا ابني. حمد الله على سلامك يا الله يسلمك يا امه الله يسلمك. ال غيبة الطويلة دي. الله هل انتي عايزين نازق جنب كده عاتونا يا امه. والد هنا ولا برا. وليد يا اخويا قاعد على الترترليت تا. angla ايه? الترترليت اللي جوى ده. يا امه اسمه الانترليت. الانترليت. يا اخويا الانترليت الانترليت. الانترليت. الانترليت عامل ده. فينا يا اما. اه؟ صمينا ان تغسل النهاردة وهي على اخير. وهي في الباقكورة بتنشر الواقكو يا انا؟ والله اقول تلها لا انشره مرة؟ طب ترق لي اشوفي زي اشتركوا في القناة اشبكك يا الاصمر شبك الغراء والقلب والعيانة اه يانا يانا فزعتني شفت عفريت يا عمي لا ازايد انت زي القوار مننور كمان وحشتين انت كمان وحشتين مردت شادت حشتك قوي يعني؟ قوي اما نجيب حضنة بقى كل خلاجات مية هبهدلك البدلة فداك 1500 بدلة يا غالي يا عم الغالي شادت يا عبد العزيز ولدي غالي عندك؟ لا اما ليه؟ هو يعني ولدك لوحدك ولد انا كمان يلا بقى اجد عني عشان تخلي فينا وقت كده شبهك لا انا عايز اشبهك انت اخص بقى معقولة يسيب الحلاوة دي كلها هتطلع شبه انا ده بقى وقت خيامة عموما نسأل صاحب الشق بسأله واضي عبد الرحيم عايز تطلع شبه ميني يارضي؟ مين؟ بان عارب يارضي ده بقول شبه امي الواد ده مجنون ولا ايه؟ اعقى علي اعقى علي اعقى علي ايه اشجاة كمان بتموتي فيى ابصي اعنيك هتتجنيني كده عليك يا إسمي وقيدك سياما هو ملو الدواء مش عايزُ يجيب نتيج أيضا أنا الدواية في إيدك يا سنادة وانت الدواكي في إيد بخيل لراضي إرحمك ولا صعبنا عليه حالك ما عليش يما توحيتك عندي ما حسيب وغلاء ما يركع على رأيدي ويطلب مني السماح يما محي ما حصلتش قبلك كده عشان أصدقك يا سنان يا بنتي كل حاجة في الدنيا ممكن تيجي بالخناء إلا الجوازة لازم يجي بالاتفاق هنقول إيه ربنا يصلح الحال ويقرب البعيد يا رب نامي يا امه نامي وارتاحي وذا كان على دواكي حدويتي وحتقومي بالسلامة إن شاء الله يا رب يا رب ليه يا رب؟ مش قدها ولا مرشبهش؟ إزاي بقى ده انت قدها ونص؟ بس أمك مش هترضى تسيب الشقة لي مهما عملت لأ أمهلا أنا أقول لها إن إحنا نسيب الشقة كده ما تحب مازال سياحي في قد ومن ترى يعني انت خلاص؟ خلصت في الشقة الثانية دي اشتريتها؟ خلصت وفياشت كمان إيه ده إيه ده وأنا آخر من يعلم؟ رب ده انت أول من يعلم أنا جاي أقول لك أهو ده انت لك أوضة أمك ليه هوضة؟ وأنا وأشجان لينا هوضة؟ ده غر شابسن بقى حاجة تشرح يعني بقول لك يا زيزة انت خلاص قررت تعيش مع أشجان؟ يعني صرفت نظر عن موضوع الجواز ده ولا إيه؟ طيب أنا بقى هردى زل بيتك أنا لو لفت الدنيا دي كلها هلاقي أكدع وأحن من أشجاني بصراحة استحاني طيب هديك قلتها طيب قل لي انت بقى عملت ايه؟ مع أه البيت يالي انت شعرتلة عليها في البكنك هي اسمها ايه؟ ilia اسمها يعاني عليك يا ابو الأنسام ضبطت نفسك معها ولا يعاشق الجسد فاني؟ إزاي بس؟ من يacting بيقول ما شابه أخاه أنت كلامت معها في كل حاجة وهوية فتحة أمه بس احنا يعني مأجلين للموضوع شوية عشان هي 뭐 لسا في سانة أولى وبتدرس وماله... ما تخلص وتاخد شي أداية هيها في بيتك بتقلقش عليا بس قول لي انت بقى عامل ايه في شغلك عشان انا بصراحة اقلقان عليك لا انا سيبك انت من شغل وخليك في نفسك وبس بقولك ايه بقى ما تسيبك من دول القباو اللي انت عايش فيه ده ايه مش لاقي عليا قط ازاي بس دلائق ونص كفاء ان انت مكفينا خلينا مش عايزين اي حاجة بس انا بصراحة بقى قلقان عليك من الجماعة بتقول حزب دول هم قالهم بقى بتقول حزب ما ناس زي الفل وهم قوتين يروحهم عشان يخدموا البلد دي ده حتى انا اكتشافت ان الدولي بقاش عامل كرنيه كده في حاجة اسمها امانة التنظيم مش فيه كده برضو ده فيه كده واوسخ من كده كمان يعني ايه سلامش لايه يعني هتبقى راعد فيه طب فيلي فيلي موسيقى ايوه يا كريم السلام مجاتش عندك مجاتش مجاتش انت مال اهلك مجاتش وخلاق مع السلام موسيقى 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 اصلاح بركي ده نشوف المحلات اللي حوالينا تكون ستك سناء في محل منهم ولا بتاعلي وتشوف تادي عالم ده حاضر يا حاج عناية الله يخرب بيت سنينك انا بس مش فاهم لي العبلك في دماغك دي انت اصريحات الفشانك بتاع ترجالة الحزب عن معدلات التنمية الاقتصادية اللي كلها كذب في كذب هي للعبة في دماغي وفي دماغ الناس كلها يا عم زيزو يعني بتاع الحديد ولا بتاع السراميك التاني ده لما يجي يحطي مئة مليون ويجي اخر السنة ياخدهم مئة وسبعة مليون بقى معدل التنمية الاقتصادية سبعة في المية تمام مزبوط بس ده معدل التنمية للمنتفعين الشعبي ما بيستفدش اي حاجة من الكلام ده الشعبي كل يوم بيجوع اكتر والعيشة بتغلع عليه اكتر واكتر وانت مالك ومالهم يا حمار انت يا دي انت خلاص بعيد بيه باشا وبعدين الناس دي بقى انت مش عارفهم الناس دي هم اللي حمين البلد وانا عشان بيت بيه باشا انسى الناس وانسى اصلي وبعدين معلش الناس دي حمين البلد فيه حمينها من الحرامية من المتطرفين من الناس اللي عايزة تخربها ويجبها على الارض من الحرامية اذا كان هم اللي واكلينها ولعا دا انت عالف ومتأكد ان الناس دي كلها مشبوهين والحزب وبتاعهم ده مجرد وقر ووقر بيتقابلوا فيه عشان يخططوا ويتكتكوا هيسلقوا الشعب ازداي وياخلوا خير البلد ازاي ولا بس يا لا مش عايزة اسمع الكلام الخايف بقى عشان انت متأكد من الكلام ده وعايشه وعلى يدك زيدان الدوري اللي هو نايب المنطقة بتاعنا ده بقى نايب المنطقة الابدي كان المنطقة كلها مفعش رجل تاني يجري زيدان الدوري مع ان انت عارف ومتأكد ان كل تسهيلاته وتشهيلاته شمال يعني يا ابجني تاجدني التسهيلات والتشهيلات الشمال دي يا حبيبي هيه اللي عاملتك بني ادم هيه اللي شغلاتك في بنكة قدتني او اصحابك لسا عادين على الاهابة وانا بقى مستعدة تسيب الوظيفة دي من بكرة مادام جاي من السكة الشمال دي جري يا زيزو هو اللي مش لاقي هيموت مجوع ولا ايه اسمع بقى يا وليد انا من الصبح مديلك ويداني عايز اعرف اين لجواك لكن لو وصلت لكده لقى ايه هيسترجع للفقر والزول تاني ايه بقى انت مفهمتش كلامي يا زيزو الناس بقى الناس مش لاقي اتاكل و البلد غرق اناب بركة فساد والغلابة اوه 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 دهت له حنهالي الغلابة اليوم ربنا ياخي والناس دي بقى كل يوم بتاقا حاظتاش احسها بالغلابة عايز تحس بيوم؟ ايه زرشحت معاهم بس ده بقى كلام تاني انت اللي بتقول الكلام ده يا زيزو دى انت Sab� اكتر واحد من فعش اتقول الكلام ده عشان انت ضقت وعشتا عشت الغلابة او ميلا ومفتح الباب او مفتح الباب ماشي هفتح البيان بس هرجع هتكلم معاه هو مفين؟ ايه ده ايه ده اهوا اده فشيك ده ليه؟ عايزة منك يدي يا زيزا مليكش ده عنك او ادخل شهور مش هيروح في حتة ومش هيدخل في حتة هيقف هنا غاية لما يتفرج على اخوك كبير بيعمل ايه في الناس؟ مش وقت الكلام ده سنة ولا مكانه لا وحي اطمك ما بقيت شاكر في الاوانتة دي؟ انا بديتك مهلا اسبوع رميتلي وانا دهرك ست شهور ايه اخوك اخوك اتجوزني يا عرفي لما بيعمسكنا هلم ونسي الفضيحة بتاعته صحيح الكلام اللي بتقول ده يا عبد العزيزة؟ ققتلك خشي بقى يا وليد خشي وقتك عايزة يا سنة حقتلك وحقت النفسي عشرارتها ايه الهبى اللي انت بتعمل ده؟ شيل البداع ده هستنلك ما بقى ايش عندي حاجة خفى عليك ولا حاجة عايش عشانك عايزة موتيني؟ مم؟ اطرابي 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 السكينه سكينها ايه؟ باقي لها بتقول دي الابي باقي لها بسكا بسكا بسرع بسكا بسرع سكا بسرع يا ابدي باماة اطرابي امه هاش جاني يا حبيبتي رضي علي يا دناي ايه ده بقى مش كادة ان شاء الله هتقوم بالسلامة احمد ربنا انها جابت لك ابن احمد السلامة هي ابن اهلتي يا روحك ساعت بيحصل كده عشان بكريه وكمان جايبنها والعيل بينزل اكتشفنا من عندها مشاكل في الراحة المزايم عرفنا دي اول ولا دليل بعدين سنها من صغير يعني الكلام ده يا دكتور لاب كنتو جيتو بادري كنا ماشيناها قيصري لكنها دي حوالدة وربنا معاه هي نزفت كتير ونقلنا لها دم هي نزفت كتير ونقلنا لها دم كنا بنفكر نشيل لها راحة ما عشان فيه تلايقف كتير لكن نصبر لحد ما تقوم بالسلامة ونعمل لها الحزن طب ما توحد الله كده بقى وتيجي معايا نشوفها ونتطمن عليها موسيقى 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 اصدقى الله العظيم اريد يا عنام mantenى دي لوقتي بس ايه ده بس يا صعة اروح ادورا يا فمستشفى ربنا يسوقها يا رب وتيجي بالسلامة يا صاح يا صاح يا صاح بفين بفين الخرم عليك مر يا صاح ست سناء ست سناء باب اسعف 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 اخواننا الحمد لله السلامة ان شاء الله تسلم عبد الرحيم جي يا امو عبد الرحيم وفيه عيزة حطن ورده هو في الحضانة ساعتين بس وان شاء الله يجيبه لك هي الحضانة دي وفيه حد يحطن ويحن عليه كتب وردك معي يا عبد العزيز طب وزمتك هو فيه أحلى من كده وردك هم؟ طلب عمري حسن يا عمود صغيرة بس انا مش سعلم دي الدجاجة في حطنك وانطلق في عناك بتزاوى عمري بحاله اهو ده بقى الكلام ليس سعلم شايفي ما عليك دم هادي نقلنا لك دم لحد ما ولد ياكفاء عشان انت احمارا وما عنديش دم وبتقول كلمين داق هاتو لي ولدي عبد الرحيم عاطر شو عيو هجبولك هترضاي وتربيي وتعلمي وتدخلي الجامعة واحد جاوزيك انا يا رايك بقى خلي بالك مني وحطه فعنيك مش عايز اسمع الكلام ده قولت عايز اطلب منك طلب بس وحيات عبدالرحيم ما تكسفني بعد ما جبتي الوعد طلبي طلبي ان شاء الله روحي تسلم روحك وتعيش يا حبيب والله اذا انت عوضتني عن العمر وهمه وشفت الدنيا في عناك ومعك جبت الولد ودقت الحب وحلاته وقالت الشهد من يديك عارف اني عشقتك ولا لا يا ولد خالي ليه ليه دي الحياتة هي حلوة كتانك ممكن اطلب الطلب طلبي 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 بسمي الوحد بعد دقيقتين تعال اطل علي مش عايزي بك ولا دقيق انا جنبك وهطل عليك كل اللحظ فهم لك الحمد ولك الشكر كدبت اللي اعيشة جنب اللي حبيته وعطتني فضل اكتر من اللي حلمت بيه بكتير بس وحيات حبيبك النبي لو انهم زي الموت عايزك تكتب لي ان يشوف الاحلام اللي اخطرها وانا مطلباش كتير نفسي كل يوم هشوف عبدالعزيز وحبيبي عبدالحي هشي كان انتي اه انت تعبانا اجيبلك الدكتور انت طبيبي وانت حبيبي وانت بولد عبدالرحي بس كرب ودنك نفسي يقول لك كلمة واحدة كنت بتكسف كل هالك طول عمر كرب بحبك يا عبدالعزيز وانا اكمال بحبك يا شجا والله العروين بحبك وبندم على كل لحظة ما حستش مكفير بحبك نفسي سوف احب刻 اشخي متweg أشخي قومي 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 أشجان ولد الجايم عبد الراهيم عبد الراهيم يا أشجان 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 سنة رض على هي يا بنتي رض على هي يا مسئيلي سنة ضعت يا حك بجيش كده يا حاجتك هتبقى كويسة ان شاء الله هو الدكتور قالك ايه يا بنتي طب ما تردني سكتة ليه انتا ممكن نتكلم برا؟ سامحين يا حسنة ظلمتك كتير يا بنتي وجيتها حليك كتير قوي يعني ايه بقى الكلام من الدكتور ده لدي يعني عندها نيارة عصبي هي غلطة قالك للضغط اللي اتعرضتله كان كبير قوي عليها كسرها طب يعني مش هرترجع التالي زي الاول يا بنتي ده رايبا مش حاسة باي حاجة هي الدوة اللي بتاعته ده هيخليها تنام كتير وانا هبقى معاها ما تقلقش يعني انتا شخيص اللي قاله الدكتور ده لو فيه خطورة على حياتها نوديها المستشفى نفسي ايه؟ نفسي؟ بنتي مش مجنونة يا عاصر بنتي مش مجنونة بنتي هتتعالج وهي ايه؟ بيدي ان شاء الله بيع كل اللي ورايه اللي قدامي ان شاء الله بيع بيدي كله هتخفت ان شاء الله اقول لها حصل لها ده من ايه يعني يا لبنة سناء راح هتلزيزوا من ملح تاني؟ عملناها ايه تاني؟ تفضل يا عبد الصبر يا عم منك ليه الصبر قولنا يا حلو الملامح منك ليه دي فلوس ناس وبعدين الراجل في شدة زي ما انتوا شايفين ودي امانة في رقابتي برايك يا اياد يعني مين هيقف جنبه غيرنا؟ بايكم فعله الله احنا واجب الرجالة يا اعمي واجب نروح نعزيه في البلد قدامها رايبور ولا ايه؟ ها؟ ايه؟ طب اه انت بتعرفش العنوار يا عم اياد؟ والله يا علم علمك يا عم علي امول انا هخلص وهكلم وشوف هو نوع علي علي امور يا بركة ده وصل الامنة بتاعك راجوا كويس وقطعوا قدامي دلوقتي فلوسك يا بيه؟ خلص يا عم علي فلوسة يا شبرو يا جرع ما تفولي نفسك فلوسة يا شبرو يا جرع انت اول مرة تشوفنا ولا هي يا جرع ما تطلع فلوسة يلا يا شاطر منك ليه؟ صباح الفل لحظة لما عد اقطع فلوسك يا عم بكر اتفضل يا عبدك 25000 جليل بقولك ام الوليد فين يعني المفروض ان احنا نسأل عليهم نتطمن يعني مانسيبوش لوحده هخلص وعدوهم يا عم ما قولنا وليد في المستشفى مع الحاجة بيشوف عبدالرحيم في الحد انا بقى ما شاء الله كبر بسرعة قالون ايوة مين حضرتك روان روان مين روان يا جدع يا جدع روان اللي مشار كزيزو يا جدع ايوة اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا اي خدمة لا هو عبدالعزيز بيه في السعيد في البلد لا هو للأسف المكالمة مش هتوصل له هناك لان الشبكة مش كويسة اه لا هو البقاء لله فيه زرفي يعني اه المدام توفت نعم باقولك يا هانم المدام توفت وهي بتولد فراح يدفنها في السعيد طب حضرتك فيه تحب رسالة اوصلها له او فيه حاجة اقول اه اخر بسود اخر بسود دي يا جدع افهم بقى ما كانتش تعرف ان هو متجوز ما كانتش تعرف يا اخي بس مشاكل عكيت رسمي طب اعكل فلوس وبتسيدي ودين الوصل قطع 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 ده لطبوسكو فقر يلا انت عكيدي اتكل على الله وإحنا هنعدي الفلوس ما كانت اتكل على الله يا جب يلا يلا طب هات الوصل يا عام خود يا عام الوصل بتاعت اتكل على الله وانا كمان اتدين الوصل بتاعت بدا يلا ثلاثة هم الوصل الضوعة يمكن بردك تحلة عليها بردك تحلة عليها هو اللي بعرفتش عاملوا اللي بتعملوا من هنا يا باب تفضل 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 يا باب تفضل يا رب يا سيد تفضل يا باب أهزة يا حبيب مش قادرة أقوم أسلم لا 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 خليكي برتاح خليكي برتاحة ايه؟ ياسط العرائز أنا ما صدقتش لما الحاج قالي ايه زي ما انت شايفي حاجة ان شاء الله هتقوم بالسلالة وتعاد عليها في المكتبة توقيت تشاغلني وانت حاجتني زي عائدها هو ده اللي حزز في نفسي يا لطفي أخوي فين دحكتها اللي كانت مالية بطني فين دحكتها اللي كانت بتملأ أي مكان تخش فيه والشه اللي كانت زي البدر المنور وصلح النبي أحد ست العراز حيتم كويسة إن شاء الله ربنا يسمع مننا اريي يا لطي ان شاء الله ان شاء الله تبك كويسة إن شاء الله تطمئ يا ربنا يا ربنا اعمل اي قهوة لابوك يا لبنا لا 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 ان شاء الله نشاء القهوة لزا شاربها في العزة عزة مين؟ مرات عبدالعزيز ايه؟ هو 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 زيزو كان متجوز أهو لما سنقرحت علشان تقتل عبدالعزيز عرفت إن أشجان مراته وعرفت إنها كانت حامل لا إله إلا الله يا رب حجمتك يا رب حجمتك خلي فتله الولد وماتيت في المستشفى صدرك يا رب بابا ما تيجي النوط بره كده متسيب سنة التاح وانا بقى دي هذا شدي هيرك الحلوة شدي هيرك صعبة عليك يا بنتي يا رب صعبة عليك يا بنتي فوق فوق يا سبا فوق يا بنتي ايوة يا زيزو ايوة حبيب ايه؟ النتبح تلات عجول؟ طيب حاضر حاضر النهاردة النهاردة ايوة طيب حاضر حاضر مفيش مشكلة حاضر ايه؟ لا هنلحق هنلحق إن شاء الله مفيش مشكلة كويس؟ طيب الحمد لله جاي النهاردة؟ طيب ماشي خد بالك من نفسك طريق السلامة لا مفيش مشكلة أنا عارف إن الشبكة عندك مش كويسة أنا هبلغ غليب بكل حاجة هبلغه بالمطلوب طيب يا حبيبي بس انت كده راح صد رد يا حبيبي طيب تجي بالسلامة يلا تجي بالسلامة سلامة حبيبي خد بالك من نفسك صد رد؟ صد رد؟ يعني زيزو صد رد؟ ايوة صد رد في ايه؟ صد رد ما شاء الله ده الوحيد اللي بيعملها زيزو ده مجروك يعني الناس كلها تروح صده وترجع رده ولا ايه؟ ما شاء الله عليه هو زيزو صاحب معجزات خلاص؟ اخلص بقى اسمع يا شابره زي ما سمعت كده الراجل عايز يتبح عايزك تطلع على الحاجة عطالك جزار توسيه على ثلاث عجول كبار توقف على ايده واتباحه عنده في المحل وكل كيس اتنين كيلو توقف على الحاجة زي نهار عينك عليها فاهم ولا مش فاهمه؟ روح واقوله الحساب عن ديزيزو يلا بس انت عايز رأيي؟ ثلاث عجول كتير قوي انا من رأيي انه ثلاثة بس كفية بقولك يا صاحب المال عايز كده ولازم ننفذ اتكره على الله بقولك اندهلي شاب بكر اندهلي بكر عايز نصيحتي يا استيزياد اللي بيحصل ده لا بيرجع القديم ولا هيصح الميت ولا هيحصل اي حاجة ولا صد رد ولا اي حاجة خالص يا اخي خلي عندك دم خلي عندك دم الراجل عايزنا نعمل كده لو احنا موقفناش جنبه من اللي هيوقف جنبه؟ حرام عليك بقى وبعدين عبدالرحيم ابنه في الحضان الراجل عايز يعمل كده عقيقة عشان نبدأ عمي ايه؟ عمي ايه؟ عمي ايه؟ عمي ايه؟ عقيقة يا حال الله اللي 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 بيفهموا ايه دول ماشا يا بركة حالله انده لي بكر انده لي بكر لا ما فيش بلوس انده لي بكر يم يزين نعمل فراشة عمي ايه؟ عمي ايه؟ عمي ايه؟ البقاء لله ونام بالله يا حبيب انت فين؟ اه؟ واجبت المطلوب؟ طب تمام تمام طب بقولك ايه؟ اه 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 هو الاسب بس الشبكة معكسافة انا معارفش يتكلمك اه؟ هو جاي كمان ساعتين بس اسمع هو جاي معاه الحاجة رتيبة ام المرحومة اه؟ هو هيطلع بس على مشوار من بره بره فانت هتقابله في حتة هو هيقولك عليها اه؟ عشان بس تاخدها تشوف عبدالرحيم ربنا يا امه بالسلام يا رب ان شاء الله اه يا حبيبي بس اسمع بقولك ايه؟ انت هتجيب اكل الحاجة وتسيبها وتيجي توقف معنا في السغوان احنا عاملين سغوان قدام المحلي ماشي؟ تماما طالح لك بس سلامة بس سلامة افضل يا افضل اه مضعب اسمع دلوقتي عايزك توحي بتاع الفراشة جيب كل الفراشة اللي عنده عايزين نعمل سوان يسد الشارع كله خلاص صد رد في السريعي صد رد؟ يعني ايه صد رد دي؟ صد رد يعني صد رد يا اسطح صد رد صد رد يعني ايه؟ صد رد يعني صد رد يا عامل يا عامل يعني صد رد خلص المهم عايزك تطلع دلوقتي تروح تجيب بتاع الفراشة ويجيب كراسمة نجدة وسجاجة نظيفة يجيب فراشة جديدة اتفضل يا بيه يلا بالسلامة بس يا عامل بس انت ادبع على استواط المحلات عشان لابا اجعلها باعملش اعوها باحد صد رد يلا يلا يا عامل اتي عادة هنا الي عامل مش عادة في القوضة ليه؟ مستني هيك يا دناية اصل الممردة استعجرتني في الحاجات اللي روحت تجيبها اهم حاجة جبت اللبن اللي قال عليه الدكتور جبت و جبت و جبت البابرونة و جبت كل حاجة مكتوبة في الرشدة طيب يا حبيب طيب يا حبيب اهم حاجة تأمنيني يا عبد الرحيم كويس الحمد لله الممردة والدكترة تأمنوني يا بيه هاي حالي بيتو حرق؟ ايوه يا اختي رحيت عينيك ابص علي بصر معنا يا ربنا يخليك علش يا امي انا اسفى وامتو بس تخش تردعه تخرجتاني لا اسفى وامتو امو راحت راحت وكن نفسها تحضن وتردعه مره يا دناية ان شاء الله ينبتوني خلصة ان شاء الله ينبتوني خلصة كلنا بتغديبالك منو ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك هااااااا خلصت يا امه امه راحت وسبتولك امانة فرقبتك يا ربك انتي بقدرة بيه وتكبريه زي ما كنت بتعملي معاه بزنان يا شاء الله ينبتوني واشربيلك بقعصير عشانك مجالتشحه عندي ايوه عندي ايوه عشان خاطر انتي على لحمة وقتك من المدى يا رحب على فكرة ايات صاحي زيزو تكلمني وانا جاي قال إني زيزو والحج رتيبة جان في الطريق أول ما يخوش القاهرة روح أجبهم بالعربية على هنا يجوا بالسلامة إن شاء الله شاين عليك يا بني طول عمر بنتج هيل الهم إلا ما فرحت يوم فرحت الشيوم يا طلاقي أصبح يا أمو خلاص عو إن شاء الله بإذن الله ربنا يعوض بالخير إن شاء الله في ابني على فكرة زيزو أمر يتعمل لها هذا كبير أو شرعب عزيز تستاهل تستاهل الدنيا كلها تبكي عليها كنت طيبة وبنتها حلال عمرها مغلطة فيها أنا اللي كنت أقاسي عليها سامحيني سامحيني يا أشجال يا رب اجي على المسوح الجنة يا رب سامحيني يا بنتي سامحيني يا رب أحلى مسها وأبدع سلام لمعلمين وعظماء شرع عبد العديد شكرا عن ناصر ما تحقك إسلامي يدك إيه بقى هتفضل قاعد قدامي كده ساكت؟ ضعبان أول حزني ملييني حزني إيه كفال للشر؟ أنت باد لقته لا بتسأل وأعطيني ضاهرك والسوق وأخدك وواخدني وخالتي وخالتك وتفرعوا الخلاة خالتي وخالتك إيه بس والكلام اللي إنت قد تقوله ده؟ أقولك حاجة إهدى كده بس لله وتكلم عارف إنت لو تكلمت هترتاح البيت سناء مالي تقنديل سناء؟ ما لها كفال الشر؟ شوف هادلوقتي ايه بتلاقيها واحدة تانية خالص اتسختت كده ومعطيش عرفها وانا هدين نعمل إيه؟ ما نروح نجيب أجداحة ده خطرة في البلد ما أنا جبت لهات مكتوبة وادهت داوة ونحن لسه بنطلب الشفا من المولى سناء؟ لا إله إلا الله ده كانت بنت نكتة والشاب يضحك على طول منه لله اللي كان السبب في ده كله طب ما تتكلم ما تقعدش تنقطني بالكلام سلام عليكم أحمد إمتى؟ خرجت من السجن إمتى نهار ده الصبح ما قد ياه ده إيه الحلاوة دي؟ خرجت من الصبح يا رجل يا عظيم يا اللي ما انتش حرامي يا نظيف يا جدع استقلنا استقلنا ما تتكلمش من راحة الشواء الحاج على ما تهدم اللومة بتاعت السجن والبرش اللي قطع في جسمك طب ليه المقابلة دي بقى يا حجاج؟ مقابلة ايه صحيح؟ أعتيا عميل يا حاج إبعت قتلنا مزيجة حساب الله عشان تقابل البيت ليه كده؟ ليه كده يا حاج؟ إحنا كفيت بنا عش ومال حمال مالكش هنا لعيش ولا مالح وضع؟ أنا ليه مراتي يا حاج؟ مراتك؟ أخرى سأليني الأدم مراتك خلاص بخ يا حاج مرحش يا الرجل مغلتش بقولك مراتي ما أنا بقولك أنت كمان اسمع زي مراته بخ خلاص تكرى الله يا لت تكرى الله وماله 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 بتهديدني يا لت سلامه عليك ايه مش ايه؟ عندي اقتراح يعني مش عارفة هتوفق عليها ولا لا اقتراح ايه؟ بخصوص العلاج بتاع سناء اقتراح في حاجة عن حالتها مخبيها علينا ولا ايه؟ لا لا خالص الحالتها زي ما قلتلك بس في تفاصيل كده ممكن تساعدنا أكتر في علاجها عامل اللي انت شافها صح لا حدش فينا بيفهم حاجة في حالتها رب ان اجعل شافها على ايديك وعلى ايدك انت كمان؟ زايع اوه يعني ايه انا بس عايزك تيهده كده شوي وانا بكلمك عشان حاسة ان انت متوتر قوي خش في الموضوع سيزو ما لزفت خلاص يا عظم لما تبقى رائي كده هنبقى نبقى انا زي الفل هاي ستولي ايه؟ خلاص؟ يا ستي خلاصي احلفك عشان تتكلمي ما بص انا بتكلمك ازاي وانت بتكلمني ازاي؟ كنا بنتكلم عن زفت اعلقته في علاج سنائي روح عزيته عامل اختي ما انت لو روحت عزيته هو هيحس بالزنب عشان العمله مع سنائي وهيحس برضو ان انت معندكش ازمة ان هو يجي يطلبها منك ايه يا عاصم؟ اخبارك كلام ده انا مش هاضم سدق ان انا اللي غلطة ان انا اصلا شاهل همه وانت لقا عايزي اعروح اتمحلسه بالوقت؟ انا ما قلتش تعمل كده فريدي عملت كده بقى وهو طلع عواطي زي ما انا عارف زيزو مش هامل كده عشانا عارفة كويس اه انت عارفة كويس وسناء عارفة كويس واضح ان انا الوحيدة اللي مش عارفة انت عايز توصل ليه ماذا ما درستش جميع عشان اعرف سيزفت بتاعك ده زي ما انت عارفة ايه اللي انت بتقوله ده؟ حاسب على كلامك معايا يا عصر ما هو يا محترمة فبنت الناس انا شريكي لان كان عندي امل انك تبقي زوجة وامة قصيلة ويلي كنت عمل بتحاجات كتير قابل زي ايه بقى؟ ما تستعجليش على اللي هعمله عشان اللي هعمله هيزععلك موسيقى عشان اللي هعمله موسيقى ده اه ده ايه ده انا مش مصدق نفسي موسيقى 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 آه هم دل سارقتهم من الشرسدي بسنقاتهم أية فلوسي فلوس يا معلم حدد القرش على القرش والجنيه حكتба وانت بأس هي دا العارفين آه فلوسك فلوسك يا ابو فلوس مشفيدوا بعتارة او مشفيدوا ولا دي لك اللي كان بيلعب وأطعهوا لك المعلم ألا لا لا ليه كده بس يا حاج انا جاه استنجت بيك عشان تجيب لي حقي يقولي يا كبير ولو الكبير قلق ما لكش حاجة هتعمل إياه فلوس يا هاخدها يعني هاخدها طب معاك ورقة بالفلوس دي؟ لما أخذها هو الواحد لما بدي مراتي فلوس بياخد عليكم بيالات أقولك أنا القصة بقى أنت لا عايز تروح للشيرشابي ولا عايز تقول تتكلم معاه ولا أي حاجة ولا حبيبتك ومراتك والكلام اللي انت عدت تقوله دا كله أقولك أنا الحقيقة بقى أنت قاعد تفكر في القرشين لما كنت في سويسرا مش كده؟ فهنولولو بتاعتك عشان لما تطلع تعمل لك حاجة كده تاكل منها لقمة عيش وتعيش صح ولا أنا بتكلم معنا بتاعتك؟ أبدا أنا عايز أقولك إيه؟ إيه مش طلقتك اتلاعت غزبة يا معلم رفعت عليها قضية والقضي حكملها عشان أنا أرد سجون اتلاعت عشان يخلقها الجو مع الكلب اللي اسمه زيزو اخرص يا كلب يا واط يا نتن بتقول كده على بنت سيدك؟ أنا مفتريش يا معلم اللي بقوله لك دا حصل كان بتقابله في شقتي وعلى فرشتي وأبوها منزلها مع عزيزو بفضيحة انت جابت التخريف دي منيه؟ انت قوي تكلم وإلا قصما بالله لاخدك على المخزن وعلى اللقب زي الدميحة صاحب البيت اللي فيه الشقة معلم أهلي على كل حاجة وهو اللي شايل الشرشاب يمرابع وحطه في التاجس موديه المستشفى لما وقعه مستحملش اللي حصل ابو انت عشان عامل لك يه دلوقتي؟ هي عارت أبوها فضحت أهلها منها ليهم لكن أنا عايز حقي حقي برقابتي هو أخده ولوه على جثتي أما أبو عزيز دا بقى فليه معاي حكاية تانية خالص بالأذن يا معلمة سلام يا أخوي يا أهل هو دا السر اللي كنت مخبيه عني يا شرشابي دا حملة إيه لقوي يا أخي؟ هل تتعلم بالأسفة؟ هل تتعلم بالأسفة؟ سلام يا أختي اعلم سلام يا أخي هل تستسعب بالأهارات دا تتعلم بالأسفة؟ هل تعاليك.. صفات那个 عامل أهلاً فوراً. هاتعن لك يا عبدالعزيز. خشين ترتاح. لا يا عميك النمي. عايزوا معي. عايز أبقى مع نفسي شوية. تسلم روحك وتعيش. نحبي نحبي نحبي. والله تنطالتني على العمر وهمه. شفت الدنيا في عنايك. ومعك تبت الولد. وتقتل حط الحالات. وقالت الشهد لديك. عارف إن عشقتك ولا لا يا ولد خالي. ليه كده؟ ليه كده يا عبدالعزيز؟ لا تبزع ضناك يا ولدي. كده يا رب في شبك. كده يا رب في شبك. كده يا رب في شبك. انتظر ليه كده. رائعسة. يجب أن نعنى الريك. رائعسي محور ثقافي جبني. محورثي جبني اعجب خالي. ويصبر جلوبنا كلها ويقول يا رب يا رب يا رب يا رب الله انا قسوتي عليها وقسوتي عليها يا رب انت قسيت عليها عندما تذهب فيك يا الدخوي عندما قالت لي اني جلدك فضل رم رمها عليك كانوا رمها في الجنة والله يا بها تتعول انا عملت حاجة بحشة كان نفسها رحب دالها فبتبتل هاجل بجوزة وبدأ يا رب بس حجمتك حجمت الكلام بس يا رب بس حرمهم بس بس يا رب يا رب لا يا دوليب انا معا ساعة المحوف اسكلمك؟ يا رب يعني الموضوع ده عرض دمان وانا جاهز سادتك لا انا جاهز بس معلش بديني يومين كده عشان عند ظروف مراتي ماتت يا رب هاش شهاد تولدي حالك البقى يا فهم لا والله انا عارف يا سادتك مسافر مانجلكش فحده وغش سلام السلام زيزو وانا انا مش عارف اقولي بصراحة مش لايك الكلام اقوله انا انت عارف انت بالنسبال ايه يا سيزو انت مش مجرد اخ بس انت الدنيا كلها والحزن اللي انت فيه ده هو اللي انا فيه بالظبط بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيعوضنا بالخير في عبد الرحيم ويرحم عاش جائم انت ايه ده؟ بابس على الصبح كده وراح على فنة يا ستة انا رايح على شغل؟ شغل يا ام وشغل احنا مش اتفقنا ان انا هنزل الشغل واحنا مش اتفقنا ان انا مفيش الزفت ده لحد ما تخلصي اللي انت فيه اسمه الحملة يا بيه لم تدور واطلع على فوق زي ستة المحترمين انا محترم وغزبنا عنك اه تحتمي ايدك علي او اللي ايه؟ هو انت لسه شغل مادية اه انت متفيت ايدك علي ايه يا اوض يا اشبالة بس انا ايه بيه لكن وحيات امي لربك تزادف عاملي مع اولاد الناس اه 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 انت الصمات انت الصمات اصد BurWell انت الصمات اصدق اصدق لبنة لبنة ردّ علي عملت فيها ايه؟ عملت فيها ايه؟ لبنة لبنة ردّ علي حبابتي ردّ علي عصلي ما اطلب الاسهاد انت بنت هتروح من هنا لبنة لبنة ردّ علي يا حبابتي لبنة سلامتك يا دنايا ألف ألف سلام الله يسلم إيه اللي حصل يا بيمتي ده كله في عامين أكتر من كده وبينزحرب بنا مش عايزة تقول لي برضو إيه اللي حصل وصل الأمور لكده وعاسة أن تكره شيئا وخير لكم صدق الله العظيم بس مش للدرجات دي يعني هم مش واضينك من الشارع شوية انت برضو اللي غلطان انت كنت انزلت جاتي قلتيلي وانا كنت روح اعطي له ازداؤه وفهمته ما قاموا بالظبط انت غالب علينا ياو يا بنتي رب انا يخليك مياه يا عمر عمر انا ما كنتش مستنية من عوسم حسن من كده ملكيش حق بقى أبدا والله 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 بيحبك مفيش مرة أسأله وقل له ويقول هالي بعض متلسان حق ربنا كلما سأله يقول لانا عمر ما عشت السعادة بالطريقة دي الحب وصعدة بيتحسوا عموما انا سمحته خلاص يا سلام هو ده كلام الست العقلم صحيح هم كل الرجالة كده يا حبيبتي ما لانت فاكرة ايه ده احنا ياما بنشوف مينهم وهم شباب يعني ما اقول لكيش لكن يوم ورا يوم وسنة ورا سنة العصبية دي بتروح وبيجي الحب والحناية كلها عارفة عمك الشرشاب اللي واقف ده خلاص يا كبير بس يا دكتور انا بس كل ما اجي اقف بدوخة ده طبعا عشان نزيف كتير اللي حصل طمنا يا دكتور الحمدلله ما انت شايفها زي الفل هي قدامك الحمدلله استسمحكوا بس تتفضلوا برا خمس دقايق حاضر ممكن اعرف لا ايه سبب نزيف كتير اللي حصل ده انا محتاجة اقرير طبي شامل بكل الاصابات اللي حصلت لي يا دكتور طبعا وهعمله لك بس ده معناه بقى ان انت عايز تعملي محضر وتمشي في اجراءات قانونية انا بس بغطي كل الاحتمالات طب ايه رايك نتكلم كزوملة كده بلاش ويمكن ترجع الجوزك وكل حالة تتصلح ربا نعمل اللي في الخير وانا ممكن اخرج قمد يعني يومين نسبة الوجلوين ترجع تاني ونزبط الضغط وطبعا الحالة النفسية وانت فاهماني بإذن الله بإذن الله كله هيبقى خير يا ربا نعمل بإذن الله يا ربا نعمل بإذن الله الدكتور اه دكتور لو سمحت مفيش حد غريب يعني انا حماها ودي حماتها وده ولدها عايزي من الطم مفيش حاجة طب بعد إذنك يعني بالنسبة للحمد هو لسه لسه يا حج دكتورة حياتها تعرضت للخطر هي كانت خناء جامدهوي كده؟ لا لا خناء ولا حاجة ده هي الزحلات في الحمام ووعت يا دكتور يعني الحملة مفيش يا دكتور أكيد ربنا عوض عليكم طفل تاني إن شاء الله هانس دور لا حول أولا قوة تايلة بالله العليل بوعد لا قوة تايلة بالله بوعد يا حج لا حول أولا قوة تايلة بالله العليل اتباع قدت ولي شفتوا واسعة إزاي؟ بوعد كيب تايلة خلي الشقة تلاقي وحايلت على الوضع عشان يجيبه أي عقش من الشقة اللي نديمة أبدا بسم الله وشاء الله ما حاجة حاجة كنت بقى إيه قرط شبتي واسعة إزاي؟ جميلة وعبت راحي تجيب لي بقى يا بيعش هتنام لي جبكة ألم كيف أنا لازم أقول بكتور تمانية انتي مش حاسبتني انت تعوتي معانا هنا على طول انتي بتقولي إيه؟ نا ما ينفعش انت حراعي حالي وداري هناك ما ينفعش بصي ودى بقى المطبخ شبتي واسعة إزاي؟ جوي وانا بتبقى نفسك بالمطبخ ولا حتى شوه وكل معاي تعالي يا حاجة تعالي تعالي شفتوا طول أدولها إزاي؟ تعالي ودى بقى قضلت يا عبدالله عزيز والحمام منه فيه؟ منوش فيه كيف؟ اهو يهو بدي انتخن القوضة جوا شايفاه؟ عليكم حاجات غريبة لا بالشأة فيها طبت حمامات تعالي يا حاجة مفراجة بصي بقى الفسحة شفت عاملة إزاي؟ شفت الوسع اللي فيها؟ واناك التجدام الدرب البرابي وشايفة الصوفة دي؟ شايفة الخشف؟ منتم ياه؟ حلوة جوي ربنا يا كريمك وي وسع ليه كمان كمان يا دفوعي من خيرك يا عميتي وخير عمامي يا الله خذي حميتي خذي باسمي خذي باسمي شايفي عبدالعزيز؟ العميتيك عايزة السفر من ناردة في قطرة أربعة؟ لا تسفر دقيقة وادخلوا حمام لا يخرجوا لا تغادم أنا أدي ومين ثلاثة شهر كمان الله وإحنا خرب ما ينفعش هو الولد ده هو اللي جايدني على ملوشي سيبوني براحتي ولما يتحاشني عبدالرحيم هاجي على طول ولو إني مستعيب عرف وراء أبو بتسمع نبو مباري عماتي لا إله إلا الله خذي معنا 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 نعم الوقت يا أم ما فقضتوا فعنا ووضوع مهم وما يستناش أبوني أسطر عطية مع مين يا حاج؟ خير ومورني وقد ما جاش هنا أنا مش موجود وقد مين أنا ما أخذ حاج؟ فوق معايا عطية مهلوب قالوا لها يا حاج ما جاش هنا بس يعني يا حاج أيوة خلينا في بقى السيدي بقى وانت ماشي طبعا بقابلك برا وتعود تتودودو ها؟ صراحة هو حاول يا حاج بس أنا ما ديتلوش ودني آه يا حاج الدين ودني يعمل بقى إيه بس يا حاج يعني عايز أقول لها حاطرتك حاجة هو على طول رجله عند المعلم أندير تونيل أبوشه لأكر أنا كل ما أفتكره بس أجي يتعاكل من كده وهبقى نفسه أعمل أي حاجة فيه ما تحاول يا لأ تعرف لي كده بيراه عند قنديل ويتودودو في إيه معقر؟ حيكون في إيه يا حاج يعني ها؟ في الموضوع إيه يا حاج؟ أنا برضو بعد إذنك يا حاج والشورة شرطك يعني واللي تقوله يمشي كان ليه رأيي في الموضوع ده يا حاج؟ ما تغنيش علي يا بقى وقول اسمع منه يا حاج وهات أخره لا شيخ الوقت خارج من السجن يا حاج والشر باين في عنيه طب ما أنت أخدت وديت معاه في الكلام أهو أعطيه؟ ما تقولي هادت وادودتو في إيه؟ هو يا حاج بيقول إنه ليه يعني مبلغ صغير كده عند الست سناء قبل ما يتسجن؟ مبلغ؟ مبلغ يعني كام يعني؟ ألفين جنيه مثلا؟ لا يا حاج خمسة وستين خمسة وستين ألف؟ هتعبع تحويشة اللي قاعد يسرق فيها فيها طول ما هو شغال أنا غلطان إن أنا مبلغتش عنه من الأول مش جايز دي نمرة يا حاج عاملها بعد ما خرج من السجن؟ يا خد له قرشين يبدأ بيهم حياته ويحل عننا؟ انت بتقسم علي هاد انت وهو؟ تقولي خمسة وستين وقالك فاصل بقى في أربعين فأنت توصل معايا لخمسة وعشرين وتروح تقسمه مع بعض أهبى لانا قالها اللي مختوم على قفايا أنا يا حاج برضو؟ طب قاعد الله يا حاج ما حصل وأنا مش هفتح مع حضرتك الموضوع ده تاني يا حاج سلام يا المصائب مش لاقي حد تتحدف عليه غيري ولا إيه بس يا رب؟ والله يا عظيم يا معلم زيزو بتوحشني وبتوحشك وبتوحشني دا كلتك علينا انت هتشتغني ولا إيه وانالحق توحشك؟ لا لا بجد مش بشتغلك والله يعني يكفي كلامك المستف مع الزباين يعني ودخلتك علينا وبطلتك الحلوة ده يا شابره دلوقتي بقيه؟ بيع مية مية عجيبك كما معنا ربنا يخليك يا معلم أنديل إن شاء الله كده بكرة المان برو بنا فيفتاح حلقة افتح المون كبير جدا وقام لكمل المبينات وهؤى خليك تشتغل عندي بنفس المكتب بتاعك أنا مخزهي معلم علوا ما هوتبرة عشان إتخنقتهم من المحل والجاو المقفول ده بنفس المكتب تبقى معايا في نفس المون ونشتغل مع بعض ايه ده يا رب ايه ده يا رب مونو ساة كده ايه ده انت عملت ازاي رب الله مش كانت راتعزي مش راتعزيتو ازاي انفعل انت عملتو ده ازاي 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 تجراحو كده ازاي تتعبو كده من جوه مش لسا فيه كان عزب وانت راتعزيت ولا ازاي تتعبو كده اه انا عايزها انا عايزها انا مش فهم حاجة هنا في ايه انه هنا هنا الجنجمة دي العظمة ده فيه هنا مخ مخ ايه ده مخ عصفورة مخ عصفورة عدي كده هو عيب يا اخي انت عندك كم سنة مش تتتين سنة انت سابت عن تاسا عايش بيه عشان متابل كده ازاي يا اخي عاصم يا ابو ازاي تيوبا يومين يا انا يومين ما تضصش على ابوك من الشغل للنوم ومن نوم للشغل انا جاي عشان اسأل ايه كواحد نفس افهم انت جايب التكشير ادي منين ازاي قادر تستحملها على وشك من الصبح لغاية بالليل بقولك ايه منبينا نروح لمراتك المستشفى وما تعرفتش معايا في الكلام العاقل هو اللي يروح لمراته المستشفى فاهمي؟ مراتي مش في مستشفى حاجة مراتي عند ابوها من بارح بالليل نعم اخويا لا انت اللي روحت جبتاه واما رفضت تطلع معاك الشاقة راحت عند ابوها واما راحت جابتها اهيه وعما دوت فيها صممت تروح عند ابوها انت مش شايف المكتبة مقفولة ومن ساعتها انت مرحت لهاش ايه هتعمل لنا فيها مقموسة ولا ايه نسيبقاش غنى بقى ونروح نبوس الجنين اللي جابوها لما تعرف ان ليها بيت يا حج تبقى تيجي انا في حاجة مجنناني ان دا ليه يا ابن مش قادر تفرق بين العساكر اللي في الاسم والمجرمين اللي في الحجز وبين الناس اللي اوه يا غنوة بقى هتغنوها عليها كلكو ولا ايه انا جاية عصابي مشدودة يا حجة مش ناقص يا ابن افهم بقى مراتك خزرت حملها اللي كان في بطنها ابنك اللي من صلبك فصريته بسبب ضربك فيها وهو لسه لحم حمدك زنبه في رقابتك كده احسن يا حج مش ناصين وجع دماغ يعني ايه كده احسن انت ابني مش فاهم ابنك انت السبب في انه مات يا حج انت اصلك مش فاهم حاجة خالص عمات تتكلم على عماك طب انا قدامك اه وبكامل قوايا العقلي فاهمني يا اخوي فاهمني اذا كان حاجة تتفاهمها فاهمها اللي ها نم كانت بتحب زيزو قبل ما نتجاوز حاجة وابني اللي ها بتقول عليه من صلبي ما كنتش فاهمه ما قدرتش بقى استوعجه لما قلتلي انها عحامل فاهمت حاجة بقى ولا اوما روح فاقابت في الاسم فضل معلم زيزو ربانا يخليك يا شافع مشكرية ايه لك عاملين ايه والله بيبوسوا ايديك يا معلم زيزو يا ام انت يبوسوا ايودا بوهم ربانا يخليهم لك يا رب فاكر ايام زمان يا شافعي مغزن انديل وتقفين الغسلات المضروبة والمبلولة والبلوص لما كبس علينا انت بتسيح ولا ايه طب الله يا معلم المعلم زيزو ده عصيل من مناسبة معلم انا جيت العزة وعزيتك بس انت بخدش منك مني كان حواليك ناس مهمة كتير قوي شافعي اين ايه مظبوط من نصر يا معلم لا انا يعني زحان خلاص خليها واحدة بس او زحان طيب المرة اروحي مصورة لك عليها طيب يالي سلامة شافعي ابن حلال شافعي ابن حلال يا ما يا سعيني بقى الاسم ده كله مش عايزه ابن حلال هيفر على ميت ابن حلال ههاهاهاه هههههههههههههههههههة تعرف والله عم زي الفل اهو. اه. اقول لك يا معلم. ايه? انا عايزك تبقى تفهم صاحبك. اه. من الاصول اللي هو الكبير اللي بيفهم. اه. انه يعني اه الزعل ماليوش ده هو بالعزة لانه العزة ده واجب. هو كده بيصغرلي. اخبت بالك? اه. ما فاهمه يعني. طبعا. طبعا طبعا انه عندك حق. اه ده بقى اللي انك بتجيلك فيه. خير. بقلول. خرج بالسجن. طب واحنا من? ازاي بقى احنا من? ده كان الود حكالي عن مضوع اللي بينك والسنين. وقال لي يعني. استغفر الله العظيم يا ربك وكل زم. قال لي يعني على. ابوها لما طبع لكم في الشقة ووقع ساكت. بس يا معلم. انا مش هتكسف منك. ده. راجل صاحب فضل علي. وانا كلامك بصراحة يعني. هي كانت. اه. يعني زي ما تقول بيت حبني. عايزة تخش في سكة جواز. وانا عمري ما سوقت فيها ولا استغلتها. بما يرضي الله. هي اللي قصرت. وانا قلت لها من اول لحظة انه ما ينفعشي ان انا قامش في السكة دي. ده اخب بالك. فهي. يعني. فضل التلاح. يوم كده اخدتني من البيت لحد الشقة. اللية بتاعة اللية كنت مجاوزة فيها دي. وكتبت ورقتين عرفي على اساس رايح دمر. انا بالنسبالي. يعني. ما كنتش حاسة ان انا بعمل حاجة غلط. بس انا حاسة ان انا غلط. حاليا انا حاسة ان انا غلط وحاسة ان انا ندمته. وحاسة ان زنباه في الوقت. ندمان اه. ندمان. ندمان اه. بس الوقت بيقوله انه اساب فلوس معاها. خمسة وستين الف جنيه. هي قبل كده عرضت عليها المبلغ ده مرتين. وانا رفضت. بس اخر مرة دي هي راح تجاية رميال الفلوس في القلب المحل. وجاريت زي المجنونة. لا في دي بصراحة حقاني. والمبلغ ده موجود بالمكسب بتاعه. ولو انت حكمت يعني. وحققتني بالفلوس دي. انا مستعدة تقدب بيهم. لا انت كده مية مية. بس انا بتكلم في سنة نفسها. انا. خلاص مش عايزة تشيل هام وفوق هامي. كفاء اللي حصل. مراتي ماتت. سابتلي حتتعيل تي هاتي من ساعة ما شاف النور. بلاد بقى لوبنا انا ازعلان منك. يعني ما كناش هنعرف نخدمك زي. بالراجل اللي عجزة بيخدمك برضو. فيك الخير يا عمي. والله يا حج والله انا قلت لها الكلام ده. بس يظهر بقى انها لسه واخد على خطرها من جزها. لا لا. دول من الهم شكر بعض يا حج. شايفة. لسانه بينقض حجرة. يلا بقى. وانا هاجبلك واحدة تخدمك وتقعد تحت رجليك. وكان على الوضع عاصم هحكم عليه ما يدخلش لمدة اسبوع البيت. لغاية ما يراضيكي وانت بتوقفك. ويتأسف ويبص رجلك وراسك. لو كان عايزي صالحني كان جالي المستشف. بس خلاص عاصم باع وخلصنا. بين الراجل ومراتهم فيش الكلام دوت. يلا بقى يا لوبنا بطل يدلعون وشوفيه الدماغ. تعالي يعودي عندنا يا حبيبتي. وسيبيه في الشقة. لحد ما يجي ويتأسفي. ده البعد جافة يا حبيبتي. مجيتك على روث يا حماتي. بس ما ينفعش. ده بيحبك يا بنتي. وانا مقدرش عايش معاي. خلوه بقى يبعت لي ورقة الطلق. يا مصدين. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا لوبنا. ايه الكلام ده يا حبيبتي. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. لوبنا. بدل ما ارفع قضية حسن. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده. ما لش يا بابا. انا محبتش اقولك عشان انت مش حملة زعل. لا بقى الكلام ما وصلش لحد كده يا لوبنا. لا وصل. ما حدش منكو لا شاف ولا سمع اللي هو عمله فيه. لو قبلتوا الكلام ده على سنة. انا هقبل. ما بلاش. ما بلاش سيري تسانع في الموضوع ده يا بنتي. ما هو اتهمني نفس الاتهم اللي. بقولك يا عمي. خليه طلقني احسن بدل ما شاشر عليه وارفع قضية وفي الاخر هكسبها برضو. انا رحت المستشفى وخدت تقرير باللي حصل. خلينا نمشي بالمعروف. ما عندك حق يا بنتي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج. اسكوتي. ان غلطان من سياس والرازو. تقربها. وسقطها. انا ليه بس عندك تطلب واحد يا بنتي. بلاش اقفل الباب. خليه موارد من يعرف. لو انت كده مش جاي. ماشي. لا انا شوية كده هو اقفل وروح. اه يد قاعد معي هو. ماشي يا باشي. ماشي. سلام. سلام. ماشي سلام. عزيزو؟ اه. مش جاي ولا انا. لا مش جاي. راح للدور يبيه. انا الان على العبدالعزيز قوي اياد. الامن ايه. مش عارف. حاسس انه اندخل في سكة كده مش مزموطة. سكة مش سكته. يعني الدوري بوروان والبيزنس. انا عاكس داي. انا جعور. اه? اللي شرع كله شرع عبدالعزيز يعرفه. عاكس المعافمة دي اللي مرتاشة شخصيها عندي شخالي. دي افضل في لدك وبدأ اهلقي ابدال هبلة. انت ميلا اصلا. انا اللي بصلت بمليونات الشخصية وبعرك جباني. ولسه حوصل يا بكر. دي انا عديك زعة توسلك بسرعة. يلا يا بدي الهابلة. طيب يا بحال دي ساعة. انت ماشي باع الواب دي اه يا سبيلة. انت ماشي باع الواب دي اه يا سبيلة. انا عزي مجلول ولا ايه. انت ماشي باع بيتك. انا مش ماشي مع حد. عزيبك. انت بداها هقولك السر اللي بحدش في شرع عبدالعزيز تبدي يعرفه. سل وانت بقى عندك سل بطلت بإسامه ولا ايه. انا مش رد عليك. وانت باقولك يا بقى ما تشحل نفسك بدا ما خلي شابره يتشحلك يلا يا بقى. شابره بالدع وراك انت وابوكي. يلا بانت ما تعفيتش في الشرع تاني. يلا يا شابر. يلا انا على عبوكي بانت خل بسرعة. اوه احشوفك واقفة في الشرع تاني. عدل باب. عجبك كده انت بواقفة منينا اينا. كنت فين يا زيزو. مكتب المحافظ كلمني من ساعتين وبيسألوا عليك. يا باشا انا قلت لسيادك ان انا جاهز. لا ما هو جاهز كده ما ينفعش نظري يا زيزو. الراجل خلص كل الاجراءات ومستني ان انت تروح تدفع. بصراحة ربنا يا باشا المبلغ لطلبه المحافظ للبدو ده مبلغ فيه. وانا هدفع كده غميدي لا اشوف بدو ولا غيره. هو انت مستجد ولا ايه. مش كفايا ان وارك بيخرج كله قانوني متزبط من المحافظة. ومعاك تصريح المرافق كلها. ده غير كمان انه مش هيبعتك في مكتب الوزير عشان شقتك لبعض بقى هناك. في نهاية تيجي تحسبها بصل بخمسة حتى هي بخمسة بصل. اه ملحق. ده مبلغ كده يا باشا صغير مش قد المقام. انت عارف الظروف اياها بقى خلتني معرفش اجيبلي الهنم هدية. ان انت بتعمله ده يا ولد. عيب كده. دي فلوسك. يا باشا عيب بقى لما بصش مورباني بقى اعمى. بقدر انت اخيك كبير وعارف انت حايش عني بلاوة في السياحة وشاريا عبدالعزيز. ده البترين ملت الشارع. ما انا قير لا درايب ولا مرافق ولا حجوزات. بقدر يا باشا الناس بتوعك دول لازم يبقوا في ايدك. عشان كده لازم تراضيهم وامم الشغل وظبط الشغل. طيب يا سيدي شكرا طول عمرك بتفهم في الوصول. عجبتك لها بتسياحة بقى. والله يا باشا روان سألتنا نفس السؤال. وانا قلت لها شغل الموبايلات احسن غلتها اسرع. وملموم على قد الايد. بعيد بقى عن زن الجرائد ورمي الجتة يمين وشمال. فكرتني بالموبايلات. خد بقى الشغل اللي بيعمل ملايين من المعلومات. انت عارف طبعا ان البلد فتح بابها المنتج الصيني. طبعا ده العتبة غرقت ملابس. لأ والقميز طالع من كيسه للزبون القطعب كام. بعشرة جنيل حتى. أعمال بيتباع جملة كهات. والمصنع بيكسب فيه كهات. تخيل بقى لما الصيني ده يبقى موبايل. موبايلات صيني؟ وبنفس مواصفات الأوروبية يا باشا يا ابني هو أنا قاعد في الحزب بلعب ما أنت لازم تيجي بقى وتسجل تواجد وتتعرف عالناس ده راجع معاك الحزب وابعت هناك كمان المعلومة دي حتعمل مليارات وبكرة تشوف يا زيزو وتمنها عندي يا باشا بس نبدأ هتبدأ بس أنت عايز تقوله كتير جدا لازم تخش بتقولك أو لو أنت مدخلتش حد تاني هيدخل ايو يا باشا بساتك يعني شايف المحافظ بستعجل ازاي ده غير الإنشاءات والتجهيز والدكورات والفارش يا سيدي بقولك تصرف ومش حتندم أنا عمري ما اندمت معك يا باشا يبقى تصرف إن شاء الله تخلي يا خوك لي في البنك ده بيزبطك في قرد ولا حاجة مناسبة أخوك بقى مالو سيادتك حد اشتكلك أهو كده فعلا بس ده عشرة على عشرة في البنك يا باشا ومكتهد ده لا لا مش البنك يا زيزو ده هو عامل وسط نات كده ومشارك مع شوية مراهقين بيكلموا وحش على البلد يعني انت عارف طبعا إن أنا مدي تعليمات أي حد من دائريتي يندهولوا فيها من الدولة بيودوني خبر أنا الأول اسمه جالي مبارح وأنا قلت له مستنوع عن إيه ومين بس ايوة بس سيادتك أنا مواغز ده أنا عرف إن النت ده ما بيتقفش لا ما هو فيه جهازة عمل اسمه وباحث عن إنترنت يا زيزو وممكن يهبط ولا أي حد خصوصا بقى ما هي بعمل بلوج ودوانة يعني وحط عليها صورته بقى ويكتب وينتقد وعمل فيها ثوراجي مش كفاية يعنينا الصحافة الصفرة اللي تلعت على حس حرية التعبير والديمقراطية والكلام الفارغ ده كفاية كده يعني لا أكلموا يا باش أكلموا طبعا يلغي وسط النت بتاعته دي ويقف المدونة دي فورا العيل دي حتلمه ريب أنا عارف بقولك إيه أنا مش عايز أي شوشرة أروح أجيبه بقى من وسط الناس والكلام يكتر وملايين بقى اللي احنا بنتفعها في ما شريعنا حتبص لقيا على مكتب النايب العام بسبب جورنان حاقد عايز يكتب فينا أي تقرير بعد إذنك يا باش زيزو بالهداوة الناس دول عينديين ودماخهم ناش فاوي وبأفتكر معاد محافظة أنا عايز أجي معك وارجع في طائرة نفس اليوم أتجاوز روان إنت بقى سيمك منها يا باش مش فاضلها لا خلي بالك دي عاملة زي هونسة العنكبوت تاخد غرضها وممكن بعد كده تلدخ وتموت كمان الله غالب يا باش واليد يا واليد واليد فين يا باش كان بيلعب على الكمبيوتر بتاعه بعدين تجاله تلافون نازل خير وعب الحين نعم أجلته وحامده ونيبته طبعا يا باش كنت عايز وليد في ايه لا ما تجاوز بالك يا معناك بتاعزه في مشوار مستعلم كده هطلب أنا دلوقتي هشوف فين وراك عمليبنا عشوة حلوة بقى عبال ماك تفضل يا ابن عناي الله اخرب بيت اهلك بقى الكلام ده هو اللي بتنزله على الهبابة اللي اسمها مدونة دي يا عام انا بكتب اللي بيخطر على بالي وبعدين هو شو اللي معك ما تخلينا عرف اكتب مسرح تعال افراجعك على المدونة بتاع تخوك الله دورتلي في النظام كمان طبعا اطلع هو بيكتب عندي وانا بعلق علي بيكتبه اهو قوادي صورتو كمان يا سيدي اتفضل لا انا هريسه ايه وجبته صور المظاهرات دي من ايه من عنيت برضو ما هديه صور المظاهرات بتاعت انتخابات اتحاد الطالبة اللي تتبقى رئيس الجامعة مع الامن اخويا مش حسن ما يجبولكو المتطرفين متطرفين على النعمة من نعمة رب انت القناة التالتة باوز الدمابك اه والله بقولك ايه خليك فتجارتك فتسبة للسياسة دي خالص حمار انا العافو يا باشا بس اللي انت بتشوفه للنهاري يخليك اكتر واحد عارف ان البلد دي عامل زي المركب مخروم عين في بركة فساد الله يخرب بيتك على بات الكلمة اللي انت مش حفظ غيرها دي بتاع العالي الخيبة اسمع بقى ايهاد انت لازم تقفل الهباب ده وتقفل مدوانة وليد كمان الامن يا اخوها مش بقادي يكون مراقب الانترنت ده ويلوموك انتو كمان يلومونا اعملوا بنا ايه بس فوق اللي عندهم وبعدهم عندهم حساسية المراقبة كان على رأسهم بطحة كل اللي يعتص عطس يبقى يقصده بس هلا بس هش 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 حص ماشي يا عمي ايو يا عمي اه احاول ان ابي عام بتجمع لي الفلوس اللي احنا اتكلمنا فيها دي وبعد بكرا ان شاء الله نتقابل في القرية بتاعتي اه ماشي بامر الله صحراوي يا عمي طيب مع السلامة مالك انت ومال الهابل ده عائل صغار انت اللي في سنك النهاردة زمانه متجوز ومخلف ومسؤول عن بيت كمان عايز تجوزني يعني اجوزك واجوز عمك هتجوزني مين سناء مثلا انا قاسف يا صاحبي والله ما كنت اقصد عادي يا عمي والله العظيمة القافية جاد كده خلاص بقى قولي ازاي ابنك ابني هو ابني ده بقى هو الجرحة كبيرة ايات ما باخده على ادايا كده احزن افتكر ام يعني ماتت وصابتوا لي ماتت فحوضني ايات ساعات عشان ام ريحة نفسها هنا نهايته انا خايف عليك اخويا وخايف على وليك كمان ممكنه على الفساد بص على انترنت بتاعك وشوف من بيوكلنا ويشربنا وخلانا نتكلم كده في السياسة بحرية زي ما انت بتعمل مش المركب المخرومة بربا يعني ايه؟ طب ايه رأيك بقى ان انا مش هطلع على حد ما تيهبوس الجازمة مش هتقدر مش هتقدر لانه وهي في المستاشفة خدت تقرير طبي بيقول ان انت السبب في كل اللي حصل لو قدمته للنيابة هتطلعها غصبا عنك وعن عين ابوك المستاشفة دي اللي انت مرضيتش تتعفر تراب جزمتك انك تروح تزارها عرفت بقى ان الكلامي صح عايزت تطلع عشان اخلالها تجاو وتتجاوز الوقت عايب الكلام ده يا عاصم ده مش كلام يا امه بنتك سناء وانا باضربها بعد جوازها العرفي من عائل الواطي ده قالت الحيئة قالت ان روبنا مراتي كان بتحب الوقت ده وانه هما كانوا هتجاوزوا دولة بقى ان انا سبقت وتجاوزتها والنختي كان بتسهير للجوازة عشان يقلالها هتجاو مش هاعزت تطلق ماشي انا هتطلقها بس واعزت جلالة الله لخليها زي البيت الوقف والله هيقرم لها هجيبوا الاسم وحلقوا من رجله لحد ما يفارق الدنيا امشوا برا هتسيبوا يعمل اللي بيقول عليه ده ابنك ده احنا اللي بوصناه احنا اللي ده اللي عناه كل ما يطلب نتديله وكل ما نتديله يطلب اكتر واكتر 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 محتاجين بضاع المعلموا عايزين فلوس اه اعايزين اجهازة منزلية ولا محمول اجهازة طبعا انا معلم وانتوا شايفين ايه؟ الأجهزة المنزلية نحط فيها فلوس ولا المحمول؟ لا يا معلم الرأي رأيك وصور صورتك طب انا مكبركم معادكم قدامي اوه لازم تقولولي نعمل ايه؟ يا مواغزة معلم احنا طول عمرنا ليه لازبون في الأجهزة والأجهزة ارشاحة لا المحمول أخاف ومكسبه أسرع وبعدين البيجة معلم يشوف أجهزة بيشوفها على المحمول والعكس باته صحيح خلاص لما نجيب نبقى نحسبها ساوي سلام عليكم سلام عليكم لا 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 روح انتوا قاطوا البداية اللي انتوا عايزينها وبعدين هاعد معاكم انك تحسب مع بعض ماشي العلم معلم يلا بالسلامة فيه يا لابط كلمت صاحبك؟ هكلمهولك بس يقولي المبلغ كام؟ خمسة وستين الف همعلم ومش هتنازل عنهم الله انت هتنح معايا؟ طب اطلع برها دلوقتي لما كلمه تليفون ماشي بس خلي بالك انا باشحد والشيطان قرب يلعب في دماغ انا مالي بقى يلعب في دماغه ونلعب في عينيك اديني فرصة يكلم الراجل ولا بعثك ليه تدفع المساواة يلا استناني برده اطلع ماشي عم يلا حبيبي ايه الخط اه يا زيزو اه يوم موجود عندي يا سيدي ومتعصب ومتنرفس وعينيه مطلع شرار طب انا اعمل ايه؟ ايه؟ اه خمسة وستين الف طب انا ادفعهم لو اصحاب الفلوس ارجع ادفعهم تاني بوتدفعهم مرتين ازاي يعني مش فاهم؟ ايه في التليفون ده وفضان ايه طب خلاص سراح بتشعب يا مالي مش عايز اشعب اي حاجة واضي النطع اللي برا ده واقف عندك عايز ايه؟ بالراحة ليه لواض غلبانه لسه خارج من السجن وعايز اكل عيش لا مش عايز ايه اكل عيش ولا حاجة يا انديق انت فاهم كويس قوي اللي فاندي بيقول انه لوح عند بنتي خمسة وستين الف جنيه تعرف تقول لي لموهم منين الخمسة وستين الف جنيه دولا؟ او انت كده قصرت علي بقولك ايه؟ نعم هو فعلا اداها الخمسة وستين الف جنيه نديل وانديق خلينا نقطع عرق ونسيح دمه عايز افهم منين اللي فاندي ده وهو مجوزه بنتي وانا اللي مشواره مدفعش مقال ليه مبيض ازاي قدر يحوش خمسة وستين الف جنيه من ورايا خلاص بقى يا معلم عشان نقطع فرط ونلتاح اسمع عندي قلو ايه بشرية كده اللي حسن قسما عظما اخلي الوضع عاصم ابني يحبسه المرات دي بقى مسترقه ولا حاجة لا ارهاب يعني يعيش ويموت في السجن امر يا بارك التليفون ده خدته منك من يومين اتنين بس واول محطوط الشريح على الشركة باعتيت لي رسالة ان الموبايل مسروق ومتبلغ عنه متبلغ ايه ومسروق ايه الكلام ده مش عندي ده الفاترينة تاني يا حبيبي عند عالي مفيش الكلام ده مشتغلش في المسروق التكل على الله يا عبا يعني هتنكر ان انا خدت منك التليفون ده وماردتش تديني لي اي ورق بقى امرت ما قلتني انه جاء من بره طيما هو جاء من بره يا عمو انا عامله تحت الفاترينة ولا ايه علبة لو السودة اللي بتتحدف علينا دي وبعدين يعني هو انا مغسر وده من جنة ايه ده بس افاهمك انا ما عايزي اشتري الجهاز بقى بعهوله وبرده من غير ورق غلطتش عنها ايه اهو طلع مسروق والحكاية باني اخش انا السجن بسببك وبعدين بقى السجن ايه ما توطنيش بحكاة السجن دي اعمل لك ايه بتعمل لي ايه انت اخد تليفونك وتديني تلقي فلوسي وترجعوا الحرام اللي سروا منك لا بقول لك ايه حرام وسجن والكلام ده بقول لك يا بركة عشان نخلص كده عشان احنا بلوفلك مع بعض ونجب من الاخر لو انت معاك ورق يثبت ان انا بعتلك الجهاز ده روح اشتكي يا عامل اه انت كده بتنكي طب انا هامشي من هنا حالة انا اروح على اسم الموسكي اعملك محضر الله يساقلك يا عامل ايه بلولة تتحدف علينا دي ايه وانته يا عامل شعبره الله معلم زيزو الوقت علي مش في السليم بيشتغل في الشمال يا ريس في الشمال؟ مش فاهم بيشتغل في المقلوب والمبلول والتلاجات وكل حاجة مضروبة امو انت قل لي عرفها الوقت ده لامم شوية اهل سيع وحرمية اسحاب بكره اسحاب ده؟ ايوة بيسرقوا الموبايلات من الناس ويبقوا اهاله يبيعها للناس يعني كده سمعة شارع عب عزيز بتبقى زي الزفت يا ريس اطلع اين امه بكر روحات الوقت ده حالة عايزه صحي؟ عايزه نايم روح عطل الوقت ده امري يا معلم امري امري تمزع للحج ليه؟ وطي على ايني وبسها ده الوقت وما تتكلمش ولا كلمة الاحسن والله العظيمة امري زيقك في الحيط ومال وبسها الحج يخيره علي وما ينجلش غير غير من الحرام امري يا معلم ماشا معك شوفت؟ هوردي عنك امري تكلم بقى كده بالراحة وعلى مهلك بدل ملزقك على افاك خمسة وستين الف جنيه بتلموهم ازاي من شغلك معايا وانت ايدك نظيفة يا بهلول شقايا يا معلم من وانا شغال عالتال في الشارع لحد ما انت دخلت للسجن يا بل ام نسانك لا تعهولك يا لا وفلوسك اللي هما شقاك وحلالك وتعبك زي ما انت بتقول بتديهم لمراتك ليه زي ما تكون بتتاوي قتيل لا 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 الله مش مرات يا معلم يعني الحق علينا مش يلتقمش معا حد تاني هي كلمة واحدة مش عايز لها تاني سدقتني وانت شغال عندي ولا لا باهلوك اه كده بانك للبيته خلاص اسمع الحاج مش هدفعلك حاجة عنا اللي هدفعلك بس مش خمسة وستين الف زي ما انت قلت ام الكامة معلمة هنديل هنديل عشرة الف جنيه والله العظيم ما ينفع عشرة تلاف جنيه ايه ما ينفعش همعلم ليه ما ينفعش ليه ما ينفعش همعلم عشرة تلاف جنيه ايه الاول يا اخويا حديك اربعين خلاص لو اتكلمت كلمة تانية هارجع للعشرة تانية فاهم ولا ما انتش فاهم سلام عليكم حادث الصور اهلا انا عايز اعمل محضر ايه هو تسرق منك محمول انت كمان لا انا انضحك علي واشتريت محمول وطلع مسروع اه ما احنا شكالين في المحروب بتاعكو ده ونفوح روح يا ابني ولما تشتري محمول بعد كده بقى اشتريه بورقه كامل يعني ايه ده انا دافع فيه مبلغ كبير ولازم تعمل لي محضر يا ابني قلتلك روح القانون لا يحمل مغفلين انت كمان هتغلط فيا ولا ايه بقولك ايه انا مش نقصة الله ايه هتغلوك ايه هفتح اقولك انا يا باشا انا اشتريت محمول وطلع مسروع ومش راضي يعمل لي محضر اه محمول ده بقى اكيد اشتريته من شارع ابا عزيز ايه يا فلا تعرف اسم اشتريته منه طبعا يا باشا اسمه علي لا اسمه مش علي اسمه ابعزيز ابعزيز اعبرحين فضل بس يا باشا اللي اشتريت منه المحضر كلهم كلهم يا ابشتيره الحمد ايه القوان بقى ننظف الشارع من العالم الوسخة دي اعمل لي محضر بفتحت الدعبة عزيزة وحزرك تبلغه هات ازني يا بو حصره تماما باشا اسمك يا دو بطاطك اسمي ناصر و بطاطة ايه بطك يا دو بلطاج المنزل مطلع ايه وات صوتك وانت عم شابه وات صوتك عايز تشتغل في الشارع لسه عالي توطي صوتك عايز تشتغل في الشارع لوحدك يا ري وحنا من اكلش عيش وانت عم شابه مش بتشتغل في المقلوب والمبلول والمسروق وانت مالك يا عم اشتغلت بطاطك دي الساعة عالي وانا قفل البطوة فتحت هاسا شوف يا عالي انت عارف كويس اني تليفون صغير مني يوديك ورا الشمس بس كده مشيك على فكرة ولا كتاب علم الادب باسم المعلم زيزه الفصل التاني لما تكلمه تلزم الصدق تلزم ايه الصدق متقفل صدرك لنبي دفنق انت كبرت علينا يا اسطن ماليه كبرت قوي اتكلم هادل يا علي شغل التلت ورقات بتاعك ده ما يعضش معايا ده يوسخ شارع عبدالعزيز بس يا حبيبي ودولة تجار واكل عاش ناس يفرموك يجبوك عالارض انت ودكانك ها ها زي محرق ودكانك الزم الصمت وسوتك واطي زي محرق علي زي محرق ودكانك قبل كده يا اسطن ماشي صف حسابك معانا ولم بدعتك وجرودها يا اسطن وشغل المبلول والمسروق انا هاعرف حسبك عليه بعدين ماشي يا اسطن نجرود البضاعة خد يا عابو فرقتلي عليها تلتين برها مش عاش مطاوة ده بله اكتب عمي ومعافية ها 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 هوا